السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مانتس حسام من قناة حسام ميرا للراضيات بإذن الله ما عدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الرابع هندسة ده الدرس الأخير في الوحدة الأولى هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي هو درس التطبقات على المتجاهد زي ما قلت لك التطبقات الهندسية عليه ولكن التطبقات الفيزيائية فيه كلام كبير جدا أن يتلغي ولكن أنا الفيديو موجود على القناة ممكن أي حد يشوفه والسنة الجاية اللي بعدها مش عارفين هو يتلغى ولا لا فطبعا أنا أحل التطبقات كلها وتاني حاجة إن هي في حاجاتها تفيدك جدا جدا في تانية سلام فأنا متصراحة مستحر بأن أنا مش رحاش أو محلهاش ولكن ليك مطلق الحرية حل التطبقات الهندسية لو أنت عايز تكتفي باللي عليك في المناء لو أنت تشوفنا لا تنساش تشترك في القناة وتفعل زرورة الجرس وتضغط لايك وتشاهد الفيديو عشان يوصل لأكبر عدم ممكن من الناس تعالي نسمي بسم الله وخلينا نبتدي سؤال أول في الطبقات العندسية بيقول لي في الشكل المقابل ، المتوازي أضلع هار منتصف ألم با يعني النقطة هار في النص يعني دي قدي دي وهو منتصف دالجيم يعني أيضا دي قدي دي بيقول لي بأثبت بإستخدام المبتجهات أن الشكل دال هار با وامتوازي أضلع وهو معرفني أن الشكل الكبير متوازي يعني هذا الضلع يوازي هذا والضلع ده كده بيوازي الضلع ده. وعايز نثبت ان في النص ده متوازي اضلع يا بشمهندس. تمام? بكل بساطة. انا عارف بما انه. الف با جيم دال متوازي اضلع. انت انلاقي اللي. يبقى من خواص المتجهات لو قلت الف با نازل. يبقى اكيد بيساوي الدال جيم لان هو اده في المقدار ونفس اتجابه. يبقى اكيد يا بشمهندس ان الالف با متجه في ساوي الدال جيم متجه. تمام? مرة اعمل اعمل المرة على الالف با ومرة على الدال جيم. انت قلت الي ان الهاء منتصف الألف با. فانا ممكن اقول ان الالف هاء او الهاء با لان هي اللي محتجها في المتوازي يبقى اكيد ان الهاء با متجه. بيسوي نص خلي بالك الهاء با نازله. فلاس TOMF با نازل y nécess لف現 نصص الالف با متجه. یا بعد كده او وصلت ان الهاء با نص الالف جيم تمام جدا. نص الالف معذرة. وبنفس الفكرة برضو هاقول له انت قلت لي ان واو منتصف الدال جيم. فياخد بقى الحتة اللي تلزمني من المتوازن اللي هو عايزه اللي هو دال واو. يبقى اكيد ان دال واو متجح. نازل يبقى نص برضو الدال جيم نازل. طب انا عندي كده ثلاث معلومات. دي معلومة وديه الثانية وديه الثالثة. طالما الهاء بقى نص الالف بق. ودال واو نص الدال جيم. واصلا الالف بق ودال جيم يا بش مهندس متساويين يبقى كده باش مهندس ان الهاء با بيساوي مين بيساوي باش مهندس اه ده الواو وطبعا اللي يساوي فيه المتجهات معناه ان هما متوازين انه ما فيش حرف مشترك يبقى مش على استقامة واحدة وتاني حاجة ان هما قد بعض في الطول فكده هقدر تثبت ان فيه ضلعين متقبلين متوازين ومتساويين في الطول يبقى اذا باش مهندس الشكل اللي انت عايزه بقى اللي هو ده الهاء با وو متوازي اضلع بكل بساطة وسهولة بامر الله خلاص لكده السؤال اللي موجود في الصفحة دي تعالي نشوف السؤال اللي معه بسم الله خماتين انا مش مهندس بيقول لي الف باق جيم دال والف باق سين صاد متوازية اضلع طب تعالي كده نشوفهم الف باق جيم دال لو انت ملاحز كده لو انا حبنا نظلله برضو عشان تبقى الدنيا واضحة بالنسبالنا الالف باق جيم دال اللي هو هنا هعمله بالحمر ده تمام كده طيب ماشو وقال لي الف باق سين صاد اللي هو اللي انا هعمله بالازرق ده Hardy قال لي ان الاثنين دول متوازية اضلع تمام كده تمام فقال لي اثبت ان الشكل جيم سين صاد دال اللي هو الشكل اللي في الوش ده بش مهندس عايز يثبت ان هو متوازي اضلع فدي سهلة جدا جدا هقول له اول معلومة انا عارف ان كل ف بال мень دال ده متوازي اضلع صحك كده بش مهندس زي الفل طيب يا بش مهندس ما نستندج أنه كل ضلعين متقابلين متوازين ومتساويين في الطول فلو قلت يا بش مهندس الألف با يبقى بيوازي الدال جيم وبيساوي في الطول يعني ألف با متجه بيساوي الدال جيم متجه تمام كده ودي أول معلومة خليها على جنب طيب معي أن الألف با سين صاد برضو متوازي أضلع فهنستفاد بنفس المعلومة يا بش مهندس أن بالنسبة لي الألف با متجه بيساوي الصاد سين متجه صح كده يبقى أنا بالنسبة لي أن الألف با متجه بيساوي الصاد سين متجه لو أنت ملاحظ الألف با متقرر فيهم هما الاتنين يبقى إذن الاتنين التانيين بيساووا بعض يبقى إذن الدال جيم متجه بيساوي الصاد سين متجه طيب ما تجي كده نبص عليهم أثبت أن دال جيم اللي هو الضلع اللي نازل ده كده يا بش مهندس مع الصاد سين اللي هو الضلع اللي نازل ده وهو الضلع دهو اللي هو موجود أصلا في المتوازي اللي هو ده الجيم سين صاد اللي هو عايزه فكده أثبتت أن الضلعين متقابلين متوازيين ومتسويين في الطول يبقى أيضا الشكل دهو متوازي أضلع ويبقى أنا كده مسألتي خلصة تمام كده مسألة سهلة وبسيطة جدا طيب رقم تلاتة بيقول لي سين صاد عين لام متوازي أضلع ماشي تعال كده نرسمه برضو عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية إزاي قادي سين قادي صاد قادي عين قادي لا تمام كده متوازي أضلع فخلي في بالك برضو أن كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتسويين في الطول خلي دي نازلها مش مشكلة كده كده احنا نشتغل متجهات قل إن هاء بتنتمل سين لام يعني هي نقطة عليه بس ما عرفش أباش مهندس بحيث سوان كده بحيث هاء سين بتسوي عين واو لا ماشي هنفرض أي نقطة عليه وليكن قادي الهاق هي تمام كده وقل إن واو بتنتمل صاد عين يعني أنا واو تنتمل صاد عين بحيث إن الهاق سين بتسوي العين واو لا يبقى بالنسبة لي لو أنا رسمت الهاق هنا يبقى الواو قريبة هنا كده لأن عشان هو قال لي إن الحتة دي كده هتساوي الحتة دي باش مهندس تمام كده يبقى دي بالنسبة لي واو وقال لي إن الحتة دي بتساوي الحتة دي تمام كده زي الفل فبيقول لي إثبت إن هاق واو هاق واو اللي هو ده هو وصاد لام وصاد لام كل منهما ينصف الأخر طيب ماشي لو أنا جيت إيه وصلت كده الهاق واو اللي هو ده هو ووصلت الصاد لام اللي هو إيه اللي هو ده هو عشان أثبت إن القطعتين يا باش مهندس بينصفوا بعض فلازم الشكل ده يا إما متوازي يا إما مربع يا إما بالنسبة لي إيه يا إما معين صح للإشكال الربعية اللي بتنصف بعضها تمام كده فكل الفكرة هنا إن أنا هقوله أنا هاوصل الصاد ها ووصل الواو لام وابدأ أشتجل على الشكل الجديد ده هو حاول أثبت إنه هو متوازي أو أثبت إنه هو مربع وهكذا عشان أثبت إن القطرين بينصفوا بعض نسمي النقطة دي مثلا إيه تمام كده باش مهندس زي الفل طيب إما تجي كده نشتغل أول حاجة على التوازي أول أول معلومة قلتها لك بما أن سين صاد عين لام متوازي أضلع يبقى أنا بالنسبة لي لو قلت سين لام بتوازي صاد عين يبقى أول معلومة إن سين لام متجه بتساوي الصاد عين متجه فمعنى إنها بتساويه في المتجهات يعني أضف الطول وبتوازيه تمام كده تمام وهو قال لك إن سين ها قد واو عين فأنا لو اشتغلتها المتجهات يا باش مهندس يمكن أقول إن سين ها متجه بتساوي مين خلي بالك أنا قلت سين ها يبقى واو عين يبقى واو عين متجه ليه يا باش مهندس حطيت يساوي ما أنا عارف إن الضلع ده بيوازي الضلع ده في حتة منه أكيد بتوازي حتة منه فدول متوازين وأقد بعضه في الطول فممكن أكتبهم في صورة المتجهات بالشكل ده كده يا باش مهندس تمام كده تمام طيب ماشي مشانا عندي إن سين لام متجه بيساوي صادعين متجه وديه بتساوي دي لو أنا طرحت التانية من الأولى يعني يا باش مهندس يعني لو قلت بالنسبة لي السين لام ناقص السين ها لو أنا طرحت كده دي معادلة رقم واحد وده معادلة رقم اتنين لو طرحتهم من بعض اللي هي سين لام متجه ناقص سين ها متجه فهطرح الطرفين التانيين من بعض اللي هو صادعين متجاه ناقص واو عين متجاه ما أنا لما أطرح دول هيدلي الحتة اللي فضلة اللي هي بالنسبة لها خلي بالك نفس الاتجاه أنا قلت سين لام سين ها يبقى ها لام خلي بالك من الاتجاهات بتساوي مين صادعين ناقص واو عين صادعين ناقص واو عين يبقى صادوة يبقى صادوة متجاه لو أنت ملاحظ هذا صادوة متجاه ودهاء لام متجاه طلعه بيساوي بعض وبيوزوا بعض طالما بيساوا بعض وبيوازوا بعض يبقى الشكل دهو متوازل أضلع ومن خواص متوازل أضلع أن القطرين بينصفوا بعض يبقى إذن من منتصف القطرين أو أن هما دول بينصف كل من هما الآخر ويبقى أنت كده مسألتك اتحلت واعتقد أنت كده فهمتها بأمر ربي تمام كده؟ تمام رقم أربعة بيقول لي ألف باق جيم دال شبه منحرف وطبعا شبه منحرف القاعدتين المتوازيتين قال إن ألف دال نص الباق جيم يعني ممكن ممكن أكتبها إن ألف دال متجه بتساوي خلي بالك قلت ألف دال يبقى باق جيم فهي مكتوبة مظبوط يبقى نص الباق جيم متجه تقطع قطرها في ميم فإذا كانت ها وو منتصف من باق ومن جيم فأزبت باستخدام المتجهات إن ألف ها وو دال ألف ها وو دال ده بالنسبة لي متوازل أضلع دي مسألة سهلة جدا جدا تعالنا نبتدي بالمنتصف ها في المنتصف وو المنتصف من تاني عدد القطع الواصلة بين منتصفها يدلعين في مسألة بتوازي الضلع الثالث وتساوي نصه يعني أنا باش مهندس بالنسبة لي إن ممكن أكتب إن ها وو متجه بيوازي وبيساوي نص اللي في وشه اللي هو نص الباق جيم متجه صح كده هي دي كده المعلومة اللي أنا استفدتها طيب أول أصلا من الأول أيل إن ألف دال متجه بتساوي نص الباق جيم ومعا الهاء وو بتساوي نص الباق جيم يبقى استنتج إن ألف دال متجه بتساوي الهاء وو متجه صح كده يا باش مهندس ركز لي كده ألف دال وهاء وو ده دول يا باش مهندس متجهين متوازين وبيساوي بعض في الطول وفي نفس الشكل اللي هو عايزه يبقى إيزا الشكل بتاعه متوازي أطلاع ومسألت خلصة عن طريق خطوطين بس خلاص كده بحالة نشوف اللي بعده بيقول لي ألف باق جيم دال شكله رباعي إذا كان الألف جيم زائد الدال باق بيساوي اثنين من الدال جيم حاضر طيب هو بيقول لك شكله رباعي تمام فانترسم أي شكله رباعي بالنسبة لك بس إحنا هنا ما نعرفش هو متوازي ولا شكله أي خلاص يعني مش هنتعامل إن فيه توازي خالص فهو قال لي إن ألف جيم متجه اللي هو القطر ده كده ماشي كده زائد الدال باق متجه الدال باق متجه خلي بالك اللي هو القطر التاني ماشي كده عايز يزبط إنه هو بتساوي اثنين من الدال جيم اللي هو نازل تحت كده تمام كده طيب يا بشمهندس لقيت أكتار قلنا نستخدم إيه نستخدم مسلسات طيب ماشي لو أنت اشتغلنا في المسلس اللي هو ألف باق جيم طالما ألف جيم نازل يبقى اللي هيقفل عليها بشمهندس ألف باق زائد باق جيم صح كده تمام أو إن أنا حطوله باق في النص يعني نحشر باق ما بينهم كده زي ما قلنا بالبلد يا إما أنا فاهم إن الضلع ده الضلعين دول بيقفلوا عليه فقوله بيساوي ألف باق متجه زائد باق جيم متجه أو زي ما قلت لك بكل بساطة هتقوم يدخل باق بينهم كده يبقى ألف باق وباق جيم وهكذا أنا فاهمتك الجزء ده في جزء العمليات فده كده المعلومة رقم كام المعلومة رقم واحد تمام كده تمام طب ما تيجي نروح للقطر التاني اللي هو ده الباق لو ده الباق يا بشمهندس لو أنا جيت بسط عليه في المسلس ده هو هاخد المسلس ده لإنه في ده الجيم خلي بالك إن ده الباق نازل فالضلعين اللي هيقفلوا عليه هيبقى ده الجيم وجيم باق جيم باق هيبقى جايل كده خلي بالك من النقطة دي يبقى أنا بالنسبة لي إن ده الباق متجه هيبقى عبارة عن ده الجيم متجه زائد الجيم باق متجه ده كده المعلومة رقم كام المعلومة رقم اثنين تمام كده زي الفل لو إحنا اشتغلنا إحنا كده ما نعرفش لسه الدنيا فاقي أنا كنت لسه أقولك الشكل المتوازل لا أنا كده لسه ما عرفش الدنيا فاقي هيساوي مبدئيا ده باق جيم ودي جيم باق فهيروحوا مع بعض لأن الحروب بتاعتهم معكوس فيفضل لي الألف باق متجه زائد الدال جيم متجه تمام كده مش مهندس زي الفل طيب معايا هنا ألف جيم زائد الدال باق ودي ألف باق زائد الدال جيم تمام طيب ماشي أنا فيه هنا معلومة هو أعطها لي إن ألف جيم زائد الدال باق وهو معلومة عبارة عن اثنين من الدال جيم يبقى أنا بالنسبة لي لأستخدم الاول السعيد في الطول يبقى أذن الشكل ده متوازي أضلاع لأن أثبتت له ان في ضلعين متوازين ومتساويين في الطول ويبقى انا كده مسألتي تمام كده هل فيها مشاكل سهلة جدا بقام ربنا تعال نشوف اللي بعده طبعا دي اسئلة اثبت انت غالبا هتلاقها في كتاب المعاصر بس انا ايه هحاول افاهمها لك برضو بس يعني ايه طلبة عام مش هتتعرض لها اوي انا او عايزت اعمل اسكبل الجزء ده مفيش مشكلة هنا طلبة ازهر يعني بيجي لهم كتير نوايا دي فانا هحاول افاهمها لك برضو بطريقة سهلة جدا بيقول لي ايه بيقول لي استخدم المتجهات لاثبات ان القطع المستقيمة المرسومة بين منتصفين اي ضلعين متقبلين من اضلع متوازي اضلع توازي الضلع الاخر وطولها بيساوي طول كل منهما هي طريقة هعملها لك وانت هتبدأ تطبقها في باقي الخطوات فاهم لك اول جزء وانت كده تبدأ تطبقها او جزئين مثلا وانت تطبقها في باقي الخطوات بتاعتك اول حاجة هترسم المتوازي بتاعك اهو بالشكل ده كده وتسميه الف باق جيم ده ولازم تبقى عرف الخواص بتاعته ان هي شغالة معاك لانه هو وضح لي قلب استخدام المتوازي تمام كده تمام بعد كده بش مهندس هترسم الاقطار بتاعتك اللي هي الف جيم والباق ده بعد كده بيقول لي القطع المرسومة بين منتصفين اي ضلعين متقبلين يعني ايه بش مهندس يعني لو جيت عند الباق كده وبدأت انصفه وليكن النقطة دي سين وهنا جدا برضو جيت انصفها وليكن النقطة دي صاد ووصل بالمركز اللي هو نقطة تقطع القطرين مع زلطا فدي كده هوصلها ودي برضو كده هوصل يعني هوصل الجزء ده وهوصل الجزء ده فهو عايز يثبت ان اي قطع مثلا عايز يثبت ان سين ميم نص الباق جيم والسين ميم نص الالف دال وعايز يثبت ان ميم صاد نص الباق جيم وعايز يثبت ان ميم صاد نص الالف دال وهكذا تمام كده تمام طيب الوقت يا باش مهندس هاي اثبتها ازاي اثبتها سهل جدا جدا تمام انا عندي يا باش مهندس ده متوازي اضلع تمام فعندي اول حاجة ان الالف دال بيوازي الباق جيم وفي نفس الفكرة ان انا عملته ده بيوازيهم ما هو ده كده اللي هو السنصاب بيوازيهم يبقى انا عندي تلات توازيات يا باش مهندس اللي هم مين الالف دال متجر بيوازي الباق جيم او من غير المتاجئات الاول بيوازي مين بيوازي السنصاد انا عندي 3 توازيات وده هتفيدني جدا جدا تمام كده تمام وزي الفل بس تخلي بالك برضو ان التلاتة دول قد بعض يعني ايه الالف دال بتساوي الباق جيم وفي نفس الوقت بتساوي مين بتساوي السنصاد لان التلاتة دول محصولين بين قطع المتوازية يبقى اطوالهم قد بعض تمام كده باش مهندس زي الفل تعالى بقى نبدأ البرهان اول حاجة باش مهندس ميم دي نقطة التقاطع والقطرين كده كده بتبقى في المنتصف تمام كده خلي المعلومة دي سابتة معاك لان احنا هنبدأ نستعمله هنبدأ نشتغل مسلس مسلس وليكن هنروح للمسلس اللي هو الالف باق جيم اللي هو بالاحمر ده اول حاجة باش مهندس عندي ايه انا عندي ان السنصاد ركز لي بقى في الكلام اللي انا هقوله ده عشان ايه تفهمه بطريقة سهلة باذن الله السنصاد ده بيوازي الباق جيم صح تمام طالما في حاجة بتوازي حاجة يبقى الجزء منها بيوازي يعني ده معناه ان سن ميم بتوازي الباق جيم فده اول معلومة ان سن ميم بتوازي الباق جيم تمام كده وخلي بالك من نظرية تانية عدادة سن في النص وميم في النص يبقى السن ميم بتوازي الباق جيم وبتساوي نصها فالمعلومة التانية ان سن ميم بتساوي نص باق جيم ده كلام عام كده من غير المتجهات لو انت عايز تحول المتجهات يبقى سين من متجه بتساوي نص الباقي متجه بس هي دي فكرة السؤال وهتبدأ تكررها على طول يا باش مهندس هعمل معك واحدة تانية وهسيب لك بقى تكمل السؤال لان هما ايه نفس الفكرة دي اول معلومة كده اثبت له ان هي بتوازي الضلع التالت وتساوي نص اختلأ اي مسلس انت تحبه ونبدأ نشتغل عليه زي ما انت عايز تمام كده تعالى نروح للمسلس مين طبعا ما انا خدت المسلس ده تعالى نروح للمسلس ده اهو اللي هو الدال باقي جيم نفس الفكرة باش مهندس عندي ميم في النص وصاد في النص والميم صاد بتوازي الباقي جيم يبقى انا عندي ان الميم صاد بتوازي الباقي جيم وفي نفس الوقت ان ميم صاد بتساوي نص الباقي جيم صح كده فانا ممكن اكتب ان ميم صاد متجه بتساوي نص الباقي جيم متجه دي كده معلومة تانية تمام طب لو اشتغلت فوق يا باش مهندس نفس الفكرة سين في النص مين في النص وسين مين بتوازي الالف دال يبقى سين مين متجه بتسوي نص الالف دال متجه تمام كده زي الفل طب يا بش مهندس ايه تاني معايا والله يا بش مهندس خلي بالك انا هو بيقولك توازي وطول هيسوي طول كل منهما يعني هو عايز يثبت ان اطولهم قضي بعض ما علينا تسهل برضو لو انا قلت برضو ان المين صاد بيوازي الالف دال مين في النص وصاد في النص يبقى مين صاد بتسوي نص الالف دال خلي بالك ان باقي جيم بتسوي الالف ده يبقى دي نص دي ودي نص دي يبقى الاطوال ده هي قضي بعض ويبقى انت كده اثبت المسألة بتاعتك مسألة سهلة وبسيطة جدا جدا تمام كده وانت كمل اثبتها هي نفس الخطوات دي هتبدأ اتعوض بها في باقي المسال تمام رقم 7 باردو سأل اثبت يا باش مهندس بيقول لي اثبت عن طريق المتجهات اذا تساوى وتوازى ضلعان متقابلان في اي شكل رباعي فان الضلعين الاخرين يكونان متنسويين ومتوازين ايضا 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 ان معناه فيما معناه ان الشكل بيكون متوازي اضلع تمام كده طيب ماشي لو انا معايا كده شكل رباعي يا باش مهندس مش هيخصر ادي الف ودي با ودي جيم ودي دا تمام كده زي الفل فبيقول لك ايه اثبت ان لو في ضلعين متسويين ومتوازين فاي شكل رباع فانتفرض اي ضلعين بالنسبة لك مثلا تعال ناخد الالف با بيوازي ادال جيم وبيصوى نصه تمام كده تمام فان الضلعين الاخرينيين لازم يكونوا متوسويين ومتوازين ايضا حاضر تمام عشان نحلها هنستخدم قاعدة المسلس بتاعنا المسلس الجميل او ان انا هرسم القطر بتاعي ده اللي هو الالف جيم تمام كده مش مهندس زي الفل اول معلومة قلناها ان الالف با بيوازي مين بيوازي ادال جيم يبقى اول معلومة ان الالف با بيوازي ادال جيم تاني معلومة بالنسبة لي ان الالف با بيساوي ادال جيم هو اللي قال لتساوى وتوازى يعني الشرطين الالف با بيساوي مين بيساوي ادال جيم تمام كده مش مهندس زي الفل طالما عندي تساوي وتوازي فممكن نحولها المتجهات فده معناه ان الف باق متجه بيساوي الدال جيم متجه تمام كده تعال نروح للمسلس اللي هو الالف باق جيم تمام كده يا بش مهندس طبعا ده كده هيبقى بالنسبة لنازل طيب انا بالنسبة ليا بش مهندس من قاعدة المسلس طالما الف جيم نازل يبقى هيساوي الضلعين اللي هيقفلوا عليه يبقى الالف جيم متجه هيساوي الضلع اللي نازل ده هو اللي هو الالف باق متجه زائد الضلع اللي داخل ده هو اللي هو الباق جيم متجه تمام كده ودي كده معلومة مهمة جدا جدا طب لو رحنا للمسلس اللي فوق الالف جيم متجه اللي هو نازل ده هو هيساوي الضلعين اللي هيقفله عليه خلي بالك دول كده هيقفله عليه يبقى برضو ان الالف جيم متجه بيساوي ايه الضلع ده هو الف دال زائد دال جيم يبقى الف دال متجه زائد الدال جيم متجه تمام كده بش مهندس زي الفل طب لو جيت انت كده بصيت عندك دي كده الالف جيم ودي الالف جيم تمام وانت عندك اصلا ان الالف باق بيساوي الدال جيم الالف باق ده بيساوي الدال جيم فانا لو جيت يا بش مهندس جمعت المعادلتين دول مع بعض ركز لي كده او ان انا ممكن اقوله ان الالف باق بيساوي الدال جيم يبقى الالف دال بيساوي الدال جيم على طول ممكن اقولها كده او ممكن احلها عادي جدا طالما الطرف دهو بيساوي الطرف دهو يبقى اللي هنا بيساوي اللي هنا يعني الالف باق متجه زايد باق جيم متجه بيساوي الالف دال متجه زايد الدال جيم متجه تمام كده قالك ان الالف باق بيساوي الدال جيم فممكن تشيل الالف باق وتحطه مكانه دال جيم طالما شلته يبقى شيل دي قصد دي لانه مفترفين يبقى اذا الباق جيم متجه بيساوي الالف دال متجه يبقى انا اثبتت ان باق جيم بيساوي الالف دال وهو ده كده اللي انا اثبتته له ان الضلعين التانين بيكونوا اصلا متوازين ومتساويين في الطول ويبقى انا كده مسألة خلصت واعتقد ان انت بازن الله تكون فهمتها تمام كده تمام رقم تمانية بيقول لالف باق جيم مسلس في حاضر ده المنتظف في الالف باق تعال كده نرسم مسلس جميل اهو قد الالف ود الباق ود الجيم قال ان دال في النص يعني دي قد دي وقال ان هاق في النص يعني دي قد دي تمام كده فبيقول لي باستخدام المتجهات اثبت ان الدال ها اللي هي دي بتوازي الباق جيم وبتسوي نصها يعني عايز يثبت القعدة اللي احنا اصلا خدناها في تانية اعداد تمام كده تمام اول معلومة بما ان دال في النص وهاق في النص سببش مهندس يبقى انا بالنسبة لي ان او تعالي نشتغل ان دال في النص وهاق في النص ركز لكده انه عايز يثبت القعدة ما نفعش ان احنا نقول له ايه ان هي بتسوي نصها تمام اول حاج ده منتصف الالف باق يعني الحتة دي قد الحتة دي فلو اشتغلت المتجهات لانه ما على استقامة واحدة يعني الالف ده المتجه نص الالف باق متجه فاهمني يبقى الالف ده الاتجاه بيسوي نص الالف باق متجه جميل كده جميل طيب نفس الفكرة هاق منتصف مين الالف جيم يبقى الالف هاق متجه نازل اهو نص الالف جيم متجه يبقى الالف هاق متجه عبارة عن نص الالف جيم متجه زي الفل زي الفل طيب ماشي تيجي نشتغل على المثلس اللي هو فوق اللي هو الالف ده الهاق ايوه لو انا جيت قلتلك الف ده الهاق ده هو الضلع اللي بيقفل عليهم يبقى هيسوي مين هيسوي ده الالف زائد الالف هاق خلي بالك دول كده ماشين كده فده اللي هيقفل عليهم كده؟ تمام؟ يبقى انا بالنسبة ليا بش مهندس ان دال ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه جد فلا تصرر للقيق , لن أولئك سالب lag لأن عكست الحروف ما هذا tendis كيفier و أولئك ف utiliser a nothing 0 فنعكس بدلا مع سالب نص ألف بقى؟ أهو يا باش مهندس بص. الالف دان بيساوي نص الالف بقى. بدلا ما عاملها سالب نص؟ لا. انا هقول له والله انت حبتل الحرفين اللي هنا فانا هقوم هبتدلك الحرفين اللي هنا. يبقى نص مين؟ نص البقى ألف. يبقى ادي نص بقى آلف متاجة. زائد الالف ها ما فيش منه مشاكل يبقى نص الالف جيم متاجة. لو انت خدت النص عامل مشترج يفضلك بقى آلف متاجة زائد آلف جيم متاجة. يعني هتساوي نص الباق ألف يعني الضلع ده هو اللي طلع هوا والألف جيم اللي هو جاي كده من اللي هيقفل عليهم باق جيم لأن ده طلع وده نازل يعني ده طلع كده وده نازل كده يبقى هو ده اللي هيقفل عليهم يبقى هما بيتساوي نص الباق جيم متجا يبقى أنا كده أثبت له اللي هو عايزه إن هي بتساوي نصه وطالما في اتجاهات يبقى نص الطول وفي نفس الوقت بتوازيه ما هو معنى الكلمة دي إن هي بتوزيه وتسوي نص طوله ويبقى أنا كده أثبت له اللي هو عايزه بطريقة سهلة جدا جدا تمام كده روش مهندس زي الفل تعال نشوف اللي بعضه وخام تسعة بيقول لي إذا كان ألف وباء وجيمة هوم فأوجب باستخدام المتجهات إحداثي نقطة تقاطع متوسطات وما فيش مشاكل طيب ماشي تعال كده نرسم مثلث بالشكل ده كده ودي ألف ودي باء ودي جيم زي الفل ارسم لأي متوسط ارسم واحد بس هوا وقال لي نقطة تقاطع ما قال ليش بس إحنا دايما نفرضها ايه ميم وعارفين إن النسبة هي واحد إلى اتنين ما تنساش الكلام ده زي الفل وعارفين المتوسط يا بش مهندس بيبقى عموده على القعدة وبينصفها أخلي بالك من الكلام ده زي الفل طيب ماشي ايه تاني أنا معي الإحداثيات طيب هزبتها ازاي ركز لي بقى كده بش مهندس أنا هشتغل على المتوسط بتاعي ايه هو المتوسط اللي هو الألف ده نازل نظرية المتوسط ألف باق نازل زائد ألف جيم نازل بيساوي اثنين من المتوسط يبقى ألف باق متجة زائد الألف جيم متجة بيساوي اثنين من الألف ده المتجة دي نظرية المتوسط بتاعة المسلس تمام كده زي الفل طيب ما تيجي كده نشوف يا بش مهندس إعلاقة الألف ميم بالألف ده دي اثنين والألف ده الكله تلاتة أنا ممكن أقول إن الألف ميم متجة عبارة عن 2 على 3 اللي هو تلتين الالف ده المتجه مش دك لما اصبوط زي الفل يا بش مهندس طب ماشي لو انا عايز عشان اجيب الالف ده ده اشيلها عادي هاضرب هنا في كام في 3 على 2 واضرب هنا في 3 على 2 دي هتروح مع دي هيبضل ان الالف ده المتجه بيساوي 3 على 2 من الالف ميم متجه تمام كده بش مهندس تمام فانا ممكن اقوم رايح هنا يا بش مهندس واشيل الالف ده ده دي وحلط 3 على 2 يبقى دي 2 في 3 على 2 من الالف ميم تمام كده الالتنين هتروح مع الاتنين فيصبح ان الالف بقى متجه زائد الالف جيم متجه هو عبارة عن 3 من الالف ميم متجه لان عايز اجيب بالنسبة لاحدثياته تمام كده تمام هنا بقى هنرجع شغل متجهات عادي جدا جدا ازاي بش مهندس طبعا ده متجه هفك نهاية ناقص بداية يبقى بقى متجه ناقص الاف متجه وده هفك نهاية ناقص بداية يبقى زائد جيم الف متجه ناقص الالف برضو متجه وده هفك عادي جدا يبقى 3 فيه النهاية اللي هي ميم متجه ناقص البداية اللي هي الف ايه متجه تمام كده بش مهندس ممكن افك واجمع وحول مرة واحدة اسهل بكتير جدا جدا ازاي افهمك هنا بالنسبة لي اقادي بقى متجه واخد معاها موجب جيم متجه سالب الف وسالب الف يبقى سالب اثنين الف متجه خلي بالك دي لو فكتها هي عبارة عن 3 ميم متجه ناقص 3 الف متجه وده السالب 3 النحي التانية تبقى موجب 3 الف متجه وسيب التلاتة ميم هنا يبقى موجب 3 ميم متجه تعالا نظبط دي كمان يبقى هنا سالب اثنين وموجب تلاتة يبقى ألف متجه زائد باق متجه زائد جيم متجه عبارة عن التلاتة ميم متجه دي بقت سهلة كده تم تيجي نجمع الالف زائد باق زائد جيم يلا نجمع 6 زي 8 14 وسالب 2 يعني موجب 12 طب هنا 5 نقص 3 2 2 وسالب 5 يعني سالب 3 ده عبارة عن 3 من المين متجه هيبقى المين متجه هيساوي هتقسم على 3 يبقى 12 على 3 فيها ال4 سالب 3 على 3 بسالب 1 يعني الكلام ده هو ب4 وسالب 1 ويبقى أنا كده مسألتي تمام كده بشفاندس يا رب تكون بقت سهلة بالنسبة لك وبإذن الله تكون سهلة السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان ألف وباق وجيم ودال اعطيلي إحداث النقط فقال لي إثبت باستخدام المنتجهات أن الشكل ألف باق جيم دال شبه منحرف لو أنا جيت رسمتي كده بشمهندس بالنسبة لشبه منحرف وليكن مثلا أدي ألف ودي باق ودي جيم ودي دال تمام كده تمام عشان أثبت أن هو شبه منحرف لازم أثبت أن الألف دال بيوازي الباق جيم وفي نفس الوقت مش بيساوي طوله بيوازيه ومش بيساوي طوله تمام أثبت التوازي إزاي تعالى كده نشتغل على الألف دال متجه وفي نفس الوقت في نفس الاتجاه الباق جيم متجه تمام طعن أن هم بتوازيين يا بشمهندس يعني ميلهم قد بعض طب ما تيجي كده نشوف ميل الألف دال والله يا بشمهندس المفروض أن ميل أي نقطتين أو بقانون الميل اللي إحنا عارفينه اللي هو سين صاد أو أن أنا أقول صاد على سين هنا وصاد على سين هنا تمام كده بشمهندس خلي بالك أن أنا هشتغل على ألف دال متجه يعني هيساوي النهاية اللي هو دال ناقص البداية اللي هو ألف تمام كده تمام يبقى سالب خمسة ناقص خمسة يعني سالب عشرة وهنا سالب أربعة ناقص واحد يعني سالب خمسة تمام طب بقى جيم متجه هيساوي النهاية اللي هي جيم ناقص البداية اللي هي بقى تمام كده تمام يبقى سالب اثنين ناقص اثنين يعني سالب أربعة وهنا 3 ناقص 5 يعني سالب 2 هبدأ أجيب ميل الألف دال اللي هو مين صاد على سين بسالب 5 على سالب 10 السالب مع السالب 5 على 10 فيها النص وهبدأ أجيب ميل الباق جيم اللي هو صاد على سين برضو يبقى سالب 2 على سالب 4 اللي هي برضو هتبقى موجب نص طالما الميلين قد بعد يا باش مهندس يبقى هم متوزين يبقى أنا كده أثبتت أنه هم متوزين تاني حاجة لازم أثبت أنه هم مش متساويين في الطول طب مش متساويين في الطول هو من اللي بيجيب للطول المعيار يبقى أنا هجيب معيار الألف ده المتجة هيساوي جزر السين تربيع اللي هي سالب 10 تربيع والصاد تربيع اللي هي سالب 5 تربيع واشوفها بتساوي كام وهجيب برضو معيار الباق جيم لازم ما يطلعهش قد بعد تمام كده وهنا معيار الباق جيم لنطلع قد بعد يبقى متوازي هنا معيار الباق جيم هي اللي هي سالب اربعة تربية زائد اتنين سالب اتنين تربية دي سールة سالب اربعة تربية بستاشر وسالب اتنين تربية باربعة يعني جزر عشرين يعني دي اتنين جزر خمسة. تمام كده? طبعا دي اتنين جزر خمسة. تعال نشوف التانية بقى. اي دي يا بشمهندس جزر عشر تربية. مش مهم السالب لان القس الزوج بيكله و هنا بالنسبة هيVISP خمسة جزر خمسة. خلاص كده اطوالهم مش قد بعد. فاقوله بما ان معيار الالف داد لا يساوي معيار الباقي جيم وفي نفس الوقت ان الملين متساويين بايزا الشكل بتاعي شبه منحرف يبقى احنا هنا تعلمنا ازاي بنسبة ان الشكل شبه منحرف بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا تعالوا تشوفين لبعده رقم 11 بيقول لي باستخدام المتجهات اثبت ان النقاط الاتية هي رؤوس معين لو انت كده يعني ايه فاكر تالت عدد شوية هتقول لي باش مهندس ده احنا كنا بنسبتها بطريقة سهلة جدا ان احنا كنا بطريق قانون البعد او طريق قانون المال اثبت ان الاضلاع قد بعض وبعد كده اثبت ان القطرين متعامدين ومش قد بعض اذا الشكل معين قلنا وكدت وانا بحللك كده كده بقولك هي طرق كتير جدا يا مش مهندس ان انت تثبت ان الشكل معين ولكن هو هنا قال لي باستخدام المتجهات فعشان تثبت ان الشكل معين اول حاجة بتثبت ان هو متوازي اضلاع يبقى انت بتتعامل معايا كأنه متوازي ادي الف ودي باق ودي جيم ودي دال اثبت ان اي ضلاعين متقابلين متوازين ومتساويين في الطول حاضر يا باش مهندس فانا لو اشتغلت المتجهات فلازم اثبت ان الالف دال مثلا بيوازي الباق جيم تمام كده زي الفل تما تيجي كده نجيب الالف دال متجه بيساوي ايه والباق جيم متجه بيساوي ايه طبعا برضو نهاية نقص بداي بقى دال ناقص الالف طبعا دي كل واحدة متجه وهنا نهاية ناقص مداي يبقى جيم ناقص ايه الباق تمام سالب اثنين ناقص تلاتة يبقى سالب خمسة طب يا باش مهندس اثنين ناقص اربعة يبقى بالنسبة لسالب اثنين زي الفل طب بعد كده باش مهندس تعال نجيب الجيم بقى سالب اربعة ناقص واحد يبقى سالب خمسة وهنا سالب تلاتة ناقص واحد يعني سالب تلاتة ناقص واحد سلب ثلاثة وموجب واحد يعني سلب اثنين لو انت ملاحظ ان هم لهم نفسي الاحداثة يبقى على طول ان ميلهم متساوي لان الميل هيساوي كام صد على سين اللي هي سلب اثنين على سلب خمسة يعني اثنين على خمسة طب ميل التانيا برضو هتبقى الب اتنين على خمسة. المعيار هيبقى واحد. ليه? لانه من نفس الاحداثة. معيار الالف دال. بيساوي معيار الباقي. يعني هيساوي جزر السينات تربية على سالة بخمسة تربية بخمسة وعشرين. اهو. والاتنين تربية باربعة. يعني الاتنين معيارهم جزر تسعة وعشرين وحدة طول. يبقى انا كده اثبت له ان الضلعين دول متوازين وقض بعض في الطول. يبقى ايضا من الشكل المتوازي اضلع. طيب يا بش مهندس بعد ما اثبت ان هو متواز اضلع. هنفرد بقى ان هو معين. من خواص المعين ان القطرين متعمدين ادي الف ودي باق ودي جيم ودي دال. يبقى انا هثبت له بنفس مهندس ان الف جيم عمود على باق دال. تمام كده? طب تعالا كده نجيب الالف جيم متجه والباق دال متجه. تمام يا بش مهندس? الالف جيم متجه يا مهندس هيبقى عبارة عن الجيم ناقص الالف الجيم ناقص الالف تمام يبقى سالب اربعة ناقص تلاتة سالب سبعة سالب تلاتة ناقص اربعة برضو سالب سبعة طب ما تيجي نجيب الميل واحنا وقفين ميل الالف جيم صد على سين يبقى سالب سبعة على سالب سبعة بموجب واحد يبقى لازم الباق ده لتطلع الميل بتاعها بسالب واحد طب الباق ده لعبارة عن الدال ناقص الباق تمام كده طيب ماشي سالب اتنين ناقص واحد يعني سالب ثلاثة اتنين ناقص ناقص واحد يعني اتنين زائد واحد اللي هي موجب ثلاثة تم بقت مصبوطة هي يبقى ميل الباق دال بيساوي صد على سين ثلاثة على سالب ثلاثة بسالب واحد طيب يبقى كده حصل ضرب الميلين بتوعنا سالب واحد يعني ميل الالف جيم في ميل الباق دال الميل طبعا بيساوي واحد في سالب واحد بسالب واحد يبقى ألف جيم عموده على باق دال وفي نفس الوقت اللي كل ضغائر متقابلين متوازين متصويرين في الطول يبقى إذن الشكل بتاعي معين يبقى عشان أثبت أنه هو معين أثبت الأول أنه هو متوازن أضلاع بعد كده أثبت أن القطرين ما لهم متعامدين تمام كده رش مهندس زي الفل وتعالى إلا نشوف السؤال اللي بعد رقم 12 بيقول لي ألف باق جيم دال شكله رباعي فيه الألف بكذا والباق بكذا والجيم بكذا والدال بكذا فبيقول يثبت باستخدام المتجهات أن الشكل ده مستطيل وعايز محيطه وعايز مساحته نفس الفكرة مش مهندس هبدأ أثبت الأول أنه هو متوازي أضلاع تمام كده دايما المتوازي هو الأب الروحي بتاعهم بتاع الأشكال دي كلها تمام كده تمام هذه كده المفروض يعني يثبت أن الزاوية قايمة وكل ضغائرين برضو متوازين ومتصوير في الطول ممكن نشتغل على ألف دال وألف باق براحتك أو ألف باق ودال جيم انت حر أنا مرة اللي فاتت اشتغلت على ألف دال وباق جيم تعالى المرة دا اشتغل على ألف باق ما فيش مشكلة أنا اشتغلت المسألة اللي فاتت الضلاعين دول المسألة ده اشتغل كده عادي جدا يبقى باق ناقص ألف تمام كده والألف باق باق أنا خدت الألف باق يبقى دال جيم دال جيم خبرة عن إيه أن الجيم متجه ناقص الدال متجه تمام يا بش مهندس بقى ناقص ألف يلا 9-1 موجب 8 0-2 يعني 0 زي 2 يبقى موجب 2 طيب ماشي الجيم ناقص الدال 8-0 ب8 و4-2 بموجب 2 لو انت ملاحظ هما نفس النقط يبقى على طول من غير ما تفكر ان الميلين قضي بعد خلاص مش محتاجة اكتبها يعني بس مش مشكلة هنا الميل هيساوي كام صد على سيد يعني 2 على 8 يعني ربع وهنا الميل برضو بيساوي 2 على 8 اللي هو ايه ربع طيب المعيار معيارهم هيبقى واحد معيار الالف با بيساوي معيار الدال جيم بيساوي يا بش مهندس طبعا جزر 8 تنبيع ب64 والتنبيع ب4 يعني جزر 68 يبقى هو معيارهم قضي بعد هل دي لها جزر ب2 جزر 17 يبقى دي عبارة عن كام 2 جزر 17 خليها على جامل تمام طيب ماشي انا كده اثبت ان الشكل ماله متوازي طيب عشان اثبت ان هو يا بش مهندس مستطيل انا عند المستطيل من خوصه ان الضلعين دول بيعملو زاوية 90 انا رسمتها لك اول حاجة يعني لازم اثبت ان الالف با عمودة على الباق جيم يعني برضو الميلين بتوعهم بيبقى حاصل ضربهم كاما بش مهندس بيبقى حاصل ضربهم بالنسبالي بيساوي سالب واحد فانا هجيب الاول طبعا انا هجيب الالف باق متجه فده بالنسبالي ميلو بربعة فانا هجيب مين بس الباق جيم متجه الباق جيم متجه يبقى بالنسبالي كام اربعة تمام كده؟ طيب ماشا الميل بيساوي كام صادة على سينة اربعة على سلاب واحد يعني سلاب اربعة طب لو ضربت ميل للالف باق في ميل الباق جيم هيقول لي ايه؟ بكز لي كده هيبقى ربع في سالب اربعة هنا على اربعة على اربعة يعني سالب واحد طوالما حاصل ضرب الملةين سالب واحد يبقى هم متعامدين يبقى ايزا الشكل بتاعي مستطيل يبقى انا كده جبت ان هو مستطيل تمام طب بيقول لنا عايز محيطه محيطه سهلة هجيب اول حاجة معيار الباق جيم معيار الباق جيم هيساوي ايه طبعا الباق جيم احنا جايب هنا هيه يبقى جزر السلف واحد تربع بواحد والاربعة تربع بستاشر يعني جزر 17 واحنا عارفين ان المحيط المستطيل بيساوي بالطول زائد العرض وكل في اتنين فاحنا جيبنا ان الباق جيم دي بجزر 17 والقالف باق دي باتنين جزر 17 يعني مفروض كان يتقلب باقي القاعدة الكبيرة تحت بس ما يفرقش معك الكلام ده كله يبقى يساوي اتنين جزر سبعتاشر زي الجزر سبعتاشر يعني تلاتة جزر سبعتاشر اللي هو الطول زائد العرض الكل في اتنين يبقى اتنين في تلاتة يبقى بالنسبة لي كام ستة جزر سبعتاشر واحدة طول دي كده بالنسبة لي المحيط بتاعه طب مساحته الطول في العرض فدي سهلة ادي المساحة يعني اضربهم في بعض يبقى اتنين جزر سبعتاشر في جزر سبعتاشر جزر سبعتاشر في جزر سبعتاشر بسبعتاشر سبعتاشر في اتنين يعني اربعة وثلاثين وحدة مساحة او وحدة مربع اكتب اي واحدة من الاثنين ويبقى انت كده بالنسبة لك المسألة خلص تمام كده بشمهندس زي الفل السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت ان النوع دي هي رؤوس مربع طيب ركز لي بقى عشان المربع ده دايما بياخد خاصيتين ماينفعش في خاصية واحدة يعني كده كده اول خطوة بالنسبة لنا سبتة ان احنا هنجيب اي ضلعين الاول وبعد كده نسبت ان هو ايه نسبت ان هو متوازي تمام يا بشمهندس طيب ماشي اشتغلنا السؤال اللي الفات على ايه على الف بق وده الجيم تعال نرجع تاني للالف ده والبق جيم ما فيش مشاكل كله صح هجيب اول حاجة الالف ده المتجه اللي هو ده النقص الالف تمام كده هيساوي يلا بينا يلا سالب واحد نقص واحد يبقى سالب اثنين وهنا سالب اثنين نقص تلاتة يعني سالب خمس تمام كده بعد كده يا بشمهندس هنجيب مين البق جيم البق جيم اللي هي جيم متجه نقص بق متجه تمام يبقى اربعة نقص ستة سالب اثنين سالب اربعة نقص واحد سالب خمس اول ما يطلع لك الاضلع شبه بعد كده بشمهندس خلاص يبقى انت الموضوع فارغ من بعض هنا الميل هيساوي صاد على سيني بقى سلب 5 على سلب 2 بخمسة على الاتنين وهنا برضو الميل بكام بخمسة على الاتنين تعال نجيب المعيار لان كده كده هو عايز المساح يبقى معيار الالف دال هو هو معيار الباق جيم هو معيار اي حاجة لان المربع اطول اضلاعه قد بعض من الاخر يبقى جزر هنا بالنسبة لي سلب 2 تربيع باربعة وجزر السلب 5 تربيع يبقى هنا 5 تربيع اللي هي 25 يعني جزر 29 تمام كده تمام انا كده اثبت ان هو ايه متوازن بعد كده انا مش مهندس بتثبت ان هو مستطيل ليه لان الزاوية دي بتبقى بالنسبة لقايمة تعال نثبت ان هو مستطيل انا كده كده جبت ميل الباق جيم اهو يبقى انا عايز اجيب ميل الالف باق فهيجيب الالف باق متجد عشان اثبت ان ده عمودي الالف باق عبارة عن الباق ناقص الالف تمام كده زي الفل 6 ناقص 1 5 و1 ناقص 3 سالب 2 يبقى الميل بتاع الالف باق بيساوي هيبقى صاد على سين يعني سالب 2 على 5 بعد كده هضرب ميل الالف باق في ميل الباق جيم ولازم يطلع بسالب 1 هيساوي كام؟ هيساوي 5 على الاتنين في سالب 2 على 5 5 مع ال5 على الاتنين مع الاتنين فعلا سالب 1 يبقى كده الشكل مستطيل تمام عشان اثبت بقى ان هو مربع خطوة اخيرة يعني خطوة دي كده اثبتت لنا ان هو مستطيل عشان اثبت ان هو مربع لازم ان اضلعت وبقى قد بعض فانا هجيب الالف باق واجيب الباق جيم يكفيني ان انا اجيب ضلعين بس تمام كده؟ تمام لان احنا اثبتنا خلاص ان كل ضلعين اصاب بعض قد بعض في الطول طيب ماشي انا جيبت من معيار الالف دال والباق جيم جيبت الاتنين دور فانا هنائس بس اجيب معيار الالف باق وانا معي الالف باق اهو يبقى معيار الالف باق متجه اللي هو في نفس الوقت برضو معيار الدال جيم متجه تمام كده؟ هيساوي جزر ادي 5 تربع ب25 وسالب 2 تربع برضو ب4 يعني جزر 29 الاضلاع عضبع يبقى ازا الشكل مربع تم مساحته من ساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه يبقى جزر 29 في جزر 29 يعني بتساوي 29 وحدة مربع وشكرا على كده تمام باش مهندس احنا كده فهمنا النقطة دي وخلاص نفضلنا منها والموضوع سهل جدا تعال نشوف اللي بعد رقم 14 بيقول لي ايه باش مهندس بيقول لي الف باق جيم مسلس فيه دال تنتامل الف باق وهاء تنتامل الف جيم قال لن دال الف هو فرضها بالمتجه مي وهاء الف فرضها بالمتجه نور وباق دال اتنين ميم والجيم هاء اتنين نون فاوجد الباق جيم اعيز الباق جيم متجه بدلالة الميم والنون ثم برهن ان الباق جيم بتوازي الدال خلي بالك ان دي ميم وده اتنين ميم يعني دي كأن نسبتها واحد وده اتنين وده ورده نسبتها واحد ونسبتها ايه اتنين تمام كده رقم أندس زي الفول تمام طيب ماشي تعالك انا نشتغل على وحدة واحدة انا بالنسبة لي الندال دي تبع الالف باق صح تعالى نشتغل على الجزء ده تعالى نشتغل على الجزء ده مش هي الاتنين طلعين لفوق الساهمين طلعين لفوق فانا هقول ان باق ألف كمتجه هو عبارة عن مجموع الاتنين اللي هو باق ده المتجه زائد الده الألف متجه صح كده تمام باق ده البكام باتنين ميم وده الألف بكام بميم يبقى مجموعهم كام تلاتة ميم تمام تعالى نرحي نحية تانية وبنفس الفكر ها بتنتمي فهناخد من تحت الفوق لانه هو ماشي كده يبقى الجيم ألف بتساوي كام عبارة عن الجيم ها متجه زائد الها ألف متجه خلي بالك وانت ماشي تمام كده اللي هي برضو تنين وواحد بس المراضي نون يبقى ده تلاتة نون متجه تمام كده تمام وزي الفل اباش مهندس تعالى بقى نروح لقاعدة المسلس وركز لكده انا الوقت الباق جيم هو ما عايز الباق جيم اهو بص الباق جيم ماشي كده فعشان نقفل عليه لو انا رسم المسلس هو برا عشان الاتجاهات بس ده كده عشان نقفل عليه باش مهندس لازم الضلعين التانين يقفلوا عليه كده صح كده يبقى ماشيين كده او ان هو الباق جيم اقوم مدخل في وسطه من الالف خلاص دي قلناها كتير يبقى انا بالنسبة لي ان باق جيم متجه هو عبارة عن الباق ألف متجه زائد مين زائد الالف جيم متجه تمام كده زائد الالف جيم متجه تمام الباق ألف جاهزة معاك بتلاتة من متجه طيب خلي بالك بقى دي ألف جيم ودي جيم ألف عادي جدا مش هو عكس الحرفين هعكس الاشارة بدل ما هي تلاتة نون يبقى سالب تلاتة نون متجه لو انا خدت التلاتة عمل مشترك يفضل لي من متجه ناقص نون متجه يبقى هو ده الباق جيم بدلالتهم تمام يا باش مهندس وزي الفول طب بعد كده بيقول لي برهن ان باق جيم بتوازي الدالها طب عايزة اثبت التوازي يا باش مهندس هثبته ازاي والله يا باش مهندس تعال نشوف انا طلعت ان باق جيم عبارة عن تلاتة ميم ناقص نون متجه فانا لو طلعت ان دالها بتساوي اي نسبة بالنسبة الميم ناقص نون يبقى هما متوازين تم تيجي كده نشوف يا باش مهندس حاضر شايف المسلس اللي هو الصغير الالف دالها ايوه تعال ناخد الدالها نفس الفكرة انا عملت مسلس ده كده من اللي هيقفل عليه قدد دالها اهو ودالالف يعني كأن برضو هدخل ما بينهم مين هدخل ما بينهم الالف يبقى بتساوي دالالف زائد الف ها يبقى انا بالنسبة لي ان دال ها متجه بتساوي دالالف متجه زائد الالف ها متجه تمام كده تم خلي بالك ان دالالف اللي هي طالع الفق عبارة عن ميم والالف ها هي المفروض ها ها ألف بنون ليبقى ألف ها ليه عكس الاتجاه يبقى سالب نون متجه لو انت ملاحظ دي ماشية في النون ناقص الميم وده برضو ماشية من نون ناقص نين فده معناه ان باق جيم متجه هي عبارة عن ثلاثة ثلاثة هي وهشيل الميم ناقص نون وحط مين ادالها متجه وقلنا طالما بنحط يساوي في المتجهات يعني معناه ان هم متوزين والباق جيم قدها ثلاث مرات يبقى اذا انا باش مهندس الباق جيم بتوازي الدالها هو المطلوب اثباته ويرب تكون كده انت فهمت الفكرة بتاعة السؤال طيب ماشي رقم خمس داشر بيقول لي ألف باق جيم ده لأ شبه هم منحرف فيه الألف دال بيوازي الباق جيم ماشي وقال لي ان ألف دال نص الباق جيم دي معلومة مهمة جدا فانا ممكن احولها المتجهات ان الألف دال المتجه بيساوي نص الباق جيم منتجه تمام كده خليها دلوقتي وقال لك ان الألف باق بنرمز له بنون الألف باق بنرمز له بنون والألف دال بنرمز له بنون ماشي عبر عن ميم ونون عن كل من باق جيم والف جيم وده الجيم وده الباق واحدة واحدة مش هان الألف دال بتوازي الباق جيم ايوه طالما الألف دال نص الباق جيم وهو الألف دال برمز له بنون يعني لو عايز اجيب الباق جيم اضرب دي في اثنين واضرب دي في اثنين النص يروح مع الاثنين فيطلع ان باق جيم متجه عبارة عن اثنين من الالف ده المتجه ما هو قال لي ان الالف ده انا برمز له ميم يبقى هي عبارة عن اثنين من الميم متجه وفي نفس اتجاه تمام كده تمام بعد كده بيقول لي الالف جيم لو جيب بصيت الف جيم ده قطر تمام يا باش مهندس خلي بالك ان باق جيم خلاص بقت عبارة عن كام شغال على المثلث الف باق جيم. يبقى انا هدخل ما بينه مين هو طلت حروف فضل الباق. او اقول ان دي نزلة يبقى الاتنين دول هيقفلوا عليه. يبقى ده عبارة عن الالف باق متجه زائد الباق جيم متجه. الالف باق قلع عبارة عن نون متجه. طب الباق جيم عبارة عن اتنين ميم متجه. يبقى هو عبارة عن نون زائد اتنين ميم متجه. تمام كده? زي الفل. طب بعد كده مش مهندس عايز مني ادى الجيم. ادى الجيم. طب ما خلي بالك ان احنا جبنا خلاص ان الالف جيم عبارة عن نون زائد اتنين ميم. وانا شغال في المثلث ده هو. وهو عايز مني مين? عايز مني ادى الباق متجه. يبقى او مدخل من نصطهم. خلي بالك هو اسمه الف دال جيم. يبقى انا اه سوري. هو عايز مني ادى الجيم. هو اقتلت حاجة ده الجيم. الف دال جيم. يبقى اللي فضل الالف يبقى هو ده لما دخل الالف نصطهم. يبقى دي دال الالف زائد مين زائد دال جيم. تمام كدهuckle poisと思います? زي الفل. ماشي. ادى الجيم متجه. ستبقى هنا انا بدخلت الالف يا جماعة يبقى ده الف جيم مع هزارة صح approved طيب. ماشي. دال الالف خلي بالك الالف دال بميم يبقى دال الالف بسالب ميم طب الالف جيم ما احنا جايبين اهو عبر عن موجب نون واموجب باثنين ميم. يبقى انا بالنسبالي يا بش مهندس قد النون سالب ميم واموجب اتنين ميم يبقى موجب ميم يبقى هو عبر عن نون المتجه زائد مين المتجه. تمام كده? انت كده فهمت الفكرة. اخر حاجة بيقول لي الدال باق. الدال باقه. ده القطر التاني يا عم انت خايف ليه? الدال باق دي يعتبر في المسلس. الف باق دال. ركز لكده اياد الدال باق متجه. الف باق دال. طب يبقى فاضل مين? فاضل الالف. دخل ما بينها الالف. اهو. يبقى دي دال الالف زائد الالف باق متجه. تمام? الدال الالف. الالف دال بمين? يبقى الدال الالف بسالب ميه. طب الالف با. الالف با زي ما هي موجب نون متجة. يعني ممكن نقول انها نون متجة ناقص من متجة. وبس كده. وكده انا عبرت عن كل اللي هو. كمام كده. زي الفول. ده كده جزء الاول من السؤال. الجزء التاني بيقول لي ازا كانت سين بتنتمي للالف جي. اهي. وقال لي ان الف سين بتسوي طولة الالف جي. تمام كده? الالف سين طولته. يعني خلي بالك لو دي نسبتها واحد. طالما يا بش مهندس طولة الكبير. يعني ده نسبتها اتنين. لان الكبير كله نسبته كام تلاتة. تمام كده? زي الفول. فقال لي اثبت ان النقط ده الواسين وباء. ده الواسين وباء. اللي هو القطر التاني. تقع على استقامة واحدة. تمام? طالما تقع على استقامة واحدة. برضو ان احنا لازم نحولها في المتجهات. احنا قلنا المتجهات معنى كلمة يساوي ان هما على استقامة واحدة او متوازين. تمام كده? لو في حروف مشتركة يبقى هما بالنسبة لي على استقامة واحدة يبقى احنا لازم نطلع التساوي وحروف مشتركة تمام طيب ركز لي كده هو اول معلومة قال لي ان الف سين عبارة عن تلت الالف جيم صحي كده باش مهندس زي الفل لو ضربت الطرفين في تلاتة تمام وحولتهم متجهة بالمرة عادة جدا دي هتروح مع دي هيفضل هنا ان الالف جيم متجه اللي هو ده هو عبارة عن تلاتة من الالف سين متجه صح كده باش مهندس سي الفل دي كده اول معلومة تمام طيب ماشي طب السين جيم خلي بالك احنا ماشيين ازاي الف جيم وقلنا الف سين طب لو انا عايزة باش مهندس اجيب السين جيم والله باش مهندس السين جيم متجه نسبتها اتنين طب نسبتها بالنسبة للالف سين يبقى هي عبارة عن اتنين برضو من الالف سين لا لان دي تثبتها اتنين ودي تثبتها واحد ما تتخلي بالك من الاتجاهات انا قلت سين جيم يبقى اتنين من الالف سين تمام كده باش مهندس زي الفل تم تيجي بقى نشتغل على المسلس اللي موجود فيه الكلام ده لانه بيقول لي ده الواسين وبقى على استقامة واحدة دي ادي بقى هي ودي سينة هي فانا اكيد اشتغل في المسلس نهون اكيد المسلس ده اللي هو اللي تحت بقى سين جيم تمام كده زي الفل فلو قلت بقى سين هو فاضل مين يا باش مهندس عشان ادخله ما بينهم الجيم يبقى ممكن اقول ان هي بقى جيم متجة زائد الجيم سين متجة صح كده باش مهندس زي الفل طيب ماش البقى جيم انا البقى جيم انا عارفها يا باش مهندس والله البقى جيم دي لو احتفاكر احنا اثبتنا او هو ايه اللي في اول السؤال اهو هاجبلك الورقة تاني معذرة اهو قال لي ان البقى جيم عبارة عن اتنين من الالف ده ربما اشغل البقى جيم وده اقول ان يعبارا عن اتنين الاف ده المتجة زائد الجيم سين لو انا عايز اخليها جيم سين هعكس الحرفين دول يبقى اثنين سين الف يبقى زائد اثنين سين الف متجة طيب ماش لو خدت الاتنين عمل مشترك هيبضل كسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسب 딱visible زائد السين الف متجة عندما تيجي نبص على كده الف ده المتجة زائد سين الف بص لها معاي الف ده وسين الف تعال اني اقولها بطريقة تانية زائد الف دال اللي هيقفل عليهم من الدال السين يعني الاتنين دول مع بعض بيكافقوا الدال سين. تمام كده يا بothermalهندس زي الفل. انا وممكن ابادلهم واقول لك يا ساهلين هي قده الاتنين. دليми السين الف الاول وخلي دليowymالف دال. تمام كده? الحرفين اللي في النص متشابهين يبقى دي وابرة عن اتنين من السين دال. يبقى انا اثبت ان الباقي سين يا ب scaff Definitely. قابرة عن اتنين من السين دال. واخلي بالك في حروف مشتركة اللي هي السيل يبقى اذا التلاتة دول على استقامة واحدة لاننا قلنا لما يبقى في حروف مشتركة يبقى اهم على استقامة واحدة مش متوازين ويبقى انا كده مسألتي خلص تمام كده بش مهندس تمام تعال يلا نشوف السؤال اللي بعده بش مهندس بيقول لي الف با جيم دال شبه منحرف فيه الالف دال بتوازي الباق جيم حاضر والباق جيم قد اربعة من الالف دال طب تعال كده لاستفيد بعلومة دي ممكن نقول ان باق جيم مدتちょه عبارة عن اربعة من الالف دال مت room وقال ان الف دال معبر عنه ميم والالف باق معبر عنه من نون فاول جزء من السؤال ايه ده بالشبه السؤال اللي فات يعاني تقريبا بيقول لي عبر بدلالة وانون عن مين باق جيم تمام تعال نشوف باق جيم كده عاد باق جيم طبما انا عارف يا بش مهندس ان الالف دال بمير يبقى الباق جيم دي ممكن اشول الالف دال وحط ميم يبقى هي عبارة عن اربعة مير بيهزر معك سهلة جدا اللي بعدها الالف جيم متجه تعال نشوف ايه موضع الالف جيم ده الالف جيم اللي هو القطر ده ركز لي كده تمام طب ما خلي بالك احنا لسه جايلين الباق جيم بكم باربعة من متجه صح كده طيب ماشي لو انا اشتغلت على المسلس الف جيم باق ركز لي كده المسلس الف جيم باق هنا الف جيم يبقى هدخل ما منهم مين باق يا باشمون دس شاطر يبقى ايه الف باق متجه زائد الباق جيم متجه طيب ماشي الالف باق هو اللي عبارة عن المتجه نون والباق جيم احنا جبناها ان هي ربعة ميم يبقى دي عبارة عن نون زائد ربعة ميم الله ينور عليك تعال للي بعده الباق دال الباق دال طب ما دي سهلة دي في المسلس اللي هو الف دال نون تمام كده فهو بيقول لك ايه بيقول لك باق دال شو صبص باق ودال سوان كده معذرة الف دال بق معاك البق والدال يبقى انت دخل الحرف التالت اللي هو مين الالف يبقى دى عبارة عن البق الف زائد الالف دال الله ينور عليك طمه البق الف بي كام خلي بالك الالف بق بنون يبقى الباق الف عكسه والالف دال بي كام جاهزة بميم فممكن لو زبطناها شوي يبقى ميم ناقس نون يبقى دى عبارة عن ميم ناقس نون متكة تمام كده؟ زي الفل اخر حاجة الدال G 기를 تبشت بها هو انا جبت الالف جيم كام اهو تمام فتعالا بقى نشتغل على المسلس اللي هو ايه دالالف جيم دالالف جيم تمام هو عايز مني الدالجيم والحرف الناقص الف يبقى دخل الف ما مستهو يبقى دي عبارة عن الدالالف زائد الالف جيم والله ينور عليك يا باش مهندس زي الفل الدالالف اللي يعبارة عن ميم طب الالف جيم احنا جايبينها اهي عبارة عن نون زائد اربعة من الميم يبقى ميم واربعة ميم يبقى خمسة ميم متجة زائد نون متجة. زرطا بص 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 معايا بص عشان غلطة بسيطة. انا قلت الدال الالف بميم لا هي الالف دال هي اللي بميم. يبقى الدال الالف عكسها. يبقى سالب مع زرطا. يبقى هنا سالب ميم ومجابل بعميم يبقى تلاتة ميم متجة. يبقى ده عبارة عن تلاتة ميم متجة زائد نون متجة. هبقى اعتذر. خلاص? تمام كده? تمام. نفش على جزء التالي من السؤال اللي هو شابه الجزء اللي فات بالزبط او çekس Config تمامى? تمام? يلا بنا? يلا بش مهندس. بيقول لي اذا كان السين بتنتمي للدال بقى وقال إن دال سين دال سين نص أو ربع السين بقى. دال سين وربع السين بقى. دال سين دي لو نسبتها واحد يبقى السين بقى نسبتها اربعة يبقى الدال بقى ده كله نسبته خمسة. تمام كده بش مهندس. زي الفل. باول معلومة الهالة إن دال سين بتساوي ربع السين باق طيب لو ضربت الطرفين في اربعة باش مهندس زي الفل يبقى السين باق متجه بيساوي اربعة من الدال سين متجه تمام لو انا عايز احولها متجهات عادي جدا يبقى السين باق متجه بيساوي باش مهندس لنهم على استقامة واحدة فممكن احط يساوي عادي جدا يبقى اربعة دال سين متجه واللي اكد لك ان في حروف مشتركة ما بينهم اللي هي السين تمام كده باش مهندس زي الفل هو عايز اثبت ان الف وسين وجيم على استقامة واحدة اركز كده معي قد الالف ود السين ود الجيم يبقى اكيد زي السؤال الفات هشتغل على المثلث نهون اللي تحت اللي هو الباق جيم سين طبعا كده باش مهندس زي الفول طيب ماش انا عايز اوصل لمين اعوز اوصل للسين جيم لان معاي السين باق وديه السين يبقى فاضل السين جيم يبقى انا خدت السين جيم يبقى ادخل ما بينهم كام انا قلت باق سين جيم يبقى انا ادخل الباق هي الحرف اللي ناقص يبقى اي عبارة عن السين باق متجه زائد الباق جيم متجه تمام كده زي الفل انت معاج السين باق متجه جاهزة باربعة دل سين اربعة دل سين متجه طب الباق جيم يا باش مهندس لو رجعنا للسؤال هتلاقي كاتبلك ان الباق جيم عبارة عن اربعة من الالف دل يبقى دي عبارة عن اربعة من الالف دل متجه لو خدت الاربعة عام المشترك هيفضل دل سين متجه زائد الالف دال متجه تمام كده هيساوي اربعة تعالى كده نشوف الكلام ده فين قادة دال سين اللي هي نزلة والالف دال اللي هو ماشي كده طب بص الف دال ودال سين اهو او لو انا رتبتهم هيبقى الف دال متجه زائد دال سين متجه الحرفين دول هيتشالهم يبقى هي عبارة عن اربعة من الالف سين متجه يبقى السين جيم متجه اربعة من الالف سين طالما في حرف متكرر يبقى هم على استقامة واحدة يبقى إذن النقط ده على استقامة واحدة وهي دي نفس فكرة السؤال اللي فات تقريبا طيب ماشي السؤال اللي بعده بيقول لي وو ألف باق مسلس فيه وو ألف بسبعة سنتي وو باق بخمسة جزر اثنين كده زاوية ألف وو باق بمية خمسة وتلاتين أوجب باستخدام المتجهات طول الألف باق تمام كده طيب ماشي لو احنا فكرنا كده كانت شبه السؤال اللي في اختر هنقوم نزلين من باق كده عمود على كده هنشوفها هتزبط معنا ولا لا بالشكل ده كده هو ركز كده معي أهي أدي ألف ودي واو ودي باق خلي باق لك باق لأ سواء ان دي مش واو دي جي الباق واو هي أنا بس ايه زودت حتة بسيطة ان انا عملت هنا عمود يبقى لهي كام تسعين وقال لك ان ده يكام بسبعة سنتي ودي مية خمسة وتلاتين يبقى اللي جنبها ده يكام مية وتمانين نقص مية خمسة وتلاتين يبقى خمسة واربعين يبقى ده يكام خمسة واربعين تمام كده يبقى المسلس ده هو متساوي الساقين هو قال لك ان طول الباق واو ده هو بخمسة جزر اتنين عود نفسك لو معك مسلس قائم طول الوطر حاجة جزر اتنين يبقى ده خمسة وده خمسة تباش مهندس هعرفها منين بعد اذنك بس بالراحة كده انا ممكن ما اخدش باله اقول لك سهلا تركز كده معي سنة بسيطة ايه هي السنة البسيطة انا عارف ان الوطر تربيع اللي هو خمسة جزر اتنين تربيع بيساوي الواو جيم زائد الجيم بقى طب هما انتم سويين يعني ممكن اسمي دي سين وتبقى سين تربيع واسمي دي سين يبقى سين تربيع طب اما راجع ربع ده خمسة تربيع بخمسة واربعين واتنين تربيع والله مش مهندس يبقى كده خمسة واربعين في اتنين بخمسة واربعين سين تربيع وسين تربيع يبقى اتنين سين تربيع اقسم الطرفين على الاتنين ده اتروح مع دي يبقى السين تربية بيساوي خمسة وعشين يبقى السين بخمسة تمام كده يبقى عارفنا انه طول الضلق الكام بخمسة فبيقول لي انا عايز منك طول الالف با طب ركز لي كده بعد اذنك مش انا الوقت ده مسلس قائم ايو وعرفت ان دي خمسة ودي خمسة صح كده تمام طب يا باش مهندس منا ممكن اجيب زاوية مين او هو عايز مني طول الالف با من عن طريق مين عن طريق فيسا غورس وخلاص المسألة خلصت ودي طريقة سهلة جدا جدا وهتبقى عن المتجهات تمام كده يبقى انا بالنسبة لي اه ده هو بيقول لي اوجب باستخدام المتجهات ماشي ماشي انا المهم حلتها لك جابريان ومعليش احلها لك تاني باستخدام المتجهات مفيش مشاكل طبعا يا باش مهندس يبقى بالنسبة لي ان الالف بقى تربيع خلي بالك ده كده الضلع في المسلس الكبير هساوي ده تربيع زائد ده تربيع يعني خمسة تربيع زائد خمسة وسبعة يبقى اتنشر تربيع يعني الكلام ده بيساوي كام مية تسعة وستين يبقى الالف بقى بيساوي جزر المية تسعة وستين اللي هو تلاتاشر سند خلي بالك دي طريقة جابريا كده انا حلتها لك عشان لو جالك نفس السؤال في اختر ولكن هو بيقول لي مع زرطان باستخدام مين باستخدام المتجهات عبارة عن ايه كل الفكرة ان انت هتاخد مسألتك توديها ليه الشبكة الاحدثية وركز لبقى عشان ايه ما تطلق بطش هتفرض ان الواو ده هي اللي طالع منها النقط كلها دي نقطة الاصل بتاعتك يبقى بالنسبة لقادة الضلع هوا اللي هو وو بق وادة الضلع التاني اللي هو مين اللي هو الالف بق تمام كده ده المسلس بتاعك زي الفل طيب ماشي دي كده كام سبعة سنتي ودي كده خمسة جزر اتنين وقال لك ان الزاوية ده هيبكى بمية خمسة وي تلاتين درج تمام كده تمامه زي الفل خلي بالك ان دي قيمة يعني هي مقسومة لتسعين وخمسة واربعين جنب بعض عشان تبقى فاهم بقى طيب ماشي هبدأ استخدم متجهات بقى تعال ان كده يا باش مهندس نشوف الواو والالف طبعا احداث النقطة الف دي المسافة دي سبعة يبقى النقطة الف ده هي على محور السينات يبقى هي سبعة وصفر يبقى انا لو قلت واو المتجه هيبقى عبارة عن النهاية اللي هو الم ناقص البداية اللي هو واو واي حاجة بتنصبها النقطة الاصلة بتبقى هي نفسها يبقى هي عبارة عن سبعة وصفر تمام كده يا باش مهندس زي الفل طب لو انا عايز احولها يا باش مهندس لصورة احداثية خلاص انا بسقولها صورة احداثية هي سبعة وصف تمام تعال نشوف المتجهة اللي بعده اللي هو الواو با تمام الواو با ده هو معياره بخمسة جازر اتنين ما هو المعيار اللي هو الطول يبقى انا بالنسبة لي خمسة جازر اتنين اللي عايز اجيب الصورة الاحدثية والزاولة اللي بيصنعها مع السينات الموجب مية خمسة وتلاتين زي الفل يا باش مهندس يبقى بالنسبة لي لو جبت السين يبقى خمسة جازر اتنين جتا مية خمسة وتلاتين طيب ماش ويه لو جبت الصاد يبقى خمسة جازل اتنين جا مية خمسة وتردين تمام كده الجادة في الربع التاني سالبة يبقى ده واحد على جازل اتنين بالسالب يعني ده تطلع سالب خمس ودي الجا في الربع التاني مجابة واحد على جازل اتنين يبقى ده مجاب خمس يبقى احداث النقطة واقف بقى ده في الصورة الاحداثية عبارة عن سالب خمسة وكم وخمسة تمام كده تمام عارفين ان الاف باق هو المحصلة بتاعتهم صح الالف باق متجة? هو عبارة عن المحصلة بتاعتنا. ليه? لان ممكن اقول ان الالف بقى لو حطت واو في النص هو عبارة عن الالف واو زائد الواو ايه? زائد الواو بقى. تمام كده باش مهندس? زي الفل. تمام? طيب ماشي. لو انا جبت بقى المحصلة هتبقى عبارة عن ايه باش مهندس? بكز لي كده. اه خلي بالك دي الاف واو. احنا معنا واو قلب بسبعة وصفر. خلي بالك دي تفرق معاك. يبقى الالف واو ده اهو. هنعكس ده اهو. يبقى سالب سبعة وصفر. اللي بالك دي تفرق معاك جدا. يبقى دي سالب سبعة وصفر. زائد الواو بقى اللي هي سالب خمسة وخمسة. هتساوي سالب سبعة وسالب خمسة. سالب اتناشر. صفر وموجة بخمسة. موجة بخمسة. يبقى عايزين بقى نجيب معيار المحصلة. سهلة جدا. جز. السنة تربيع بمية اربعة واربعين. اللي هي سالب اتناشر تربيع. وخمسة تربيع بخمسة وعشرين يعني جزل المية تسعة وستين اللي هي برضو هتطلع تلتاشر وقالنا المعيار هو الطول يبقى انا كده بش مهندس جبتها لك بطريقة جبرية وجبتها لك برضو بطريقة المتجهات اللي هو طالبها منك خلال المسألة ولسه في اسئلة على جزء المقالي ده طبقات الفيزيئية بإذن الله مش هتاخد من هنا وقت خالص هي سهلة هو الجزء ده بس ايه يعني ايه اللي طويل شوية الجزء اللي بعده بيقول لي الف باق جيم دال شكل رباعي فيه سين صاد عين لام منتصفات الاضلاع على الترتيب طيب ماشي معايا شكل رباعي كده ارسمه ايا كان الشكل رباعي بتاعك اهو وقال لك ادى الف ودي باق ودي جيم ودي دال قال لك سين منتصف الف باق وبعد كده صاد منتصف الباق جيم وبعد كده العين منتصف الجيم دال وبعد كده الدال الف اللي هي اللام وقال لي اثبت ان الشكل ده هو اللي هو الجديد ده هو سين صاد عين لام اثبت ان هو متوازي اضلع تمام ماشي تعال كده بش مهندس نشوف هنعمل ايه الموضوع سهل جدا والله انا الوقتي قال لي ان الشكل ده ربعه وقال لي في النص يبقى ده في النص ودي برضو في النص ودي كده برضو ايه في النص ودي برضو كده ايه في النص كل ده في النص بالنسبة لي تمام كده تمام ممكن نستخدم بقى فكرة القطعة الواصلة بين منتصفات العين في مسلس تمام كده بس قبل ما نعمل كده لازم نوصل مين لازم نوصل الاكتر ده تمام احنا احنا هنقول لبتساوي نص ايه فاحنا لازم نوصل مين الاكتر بالشكل ده كده خلاص تقيلها بقى كده اهو بس الرأس ما تبقى داخلة في بعضها شوية بس ما فيش مشاكل طيب ماشي تعالها بقى يا باش مهندس نشوف احنا هنبدأ نتعامل ازاي اول حاجة باش مهندس لو انت ركزت كده ارا عندي ان السن لام دي سن في النص ولام في النص يبقى السن لام بتوازي مين بتوازي الباق ده طيب ماشي سن في النص وصد في النص يبقى سن صد بتوازي الالف جيم صد في النص وعين في النص يبقى صد عين بتوازي الباق ده لام في النص وعين في النص يبقى اللام عين بتوازي مين الالف جيم هو ده اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه تمام كده زي الفل ابتدي من اي نقطة انت عايز تعملها واشتغل عليها باش مهندس ممكن اقول صدف المنتصف وسادف المنتصف يبقى اذا سين صاد متجة بيساوي نص الالف جيم متج خلاص بقى بدلا ما نوعد نقول له شغل اللي هو الكلام القديم خلاص تمام طيبا مش مهندس ايه تاني والله انا عند اللم عين برضو نفس الفكرة اللم في النص وعين في النص يبقى لما عين متجة ابارة عن نص الالف جيم متجة تمام كده زي الفل ده نص الالف جيم وده نص الالف جيم اتفضل قوله ان سين صد متجه بتساوي لام عين متجه صحي كده يا بش مهندس زي الفل طيب انا كده اثبت يا بش مهندس ان فيض العين بيوازو بعض وقد بعض يبقى اذا الشكل ده متوازي اضلع وكده اثبتها له بطريقة سهلة جدا جدا طيب لو واحد تاني كان خد السين مع اللام نص البقدال وخد الصد مع العين برضو نص البقدال اقولك صح ده انت زي الفل تمام كده طيب الجزء التاني بيقول لي في الجزء التاني يا بش مهندس عايز منه محط الشكل سين صد عين لام قال لي ان هو يساوي مجموع طوله قطرين الشكل وربع يعني عايز يثبت ان الشكل ده يا بش مهندس بيساوي ايه بيساوي مجموع الاقتار اللي هي الف جيم زائد البقدال تمام كده بش مهندس طيب ماشا طيب تاني حاجة احنا قلناها قلنا ان سين صد بيساوي لام عين وفي نفس الوقت برضو قلنا ان سين لام نص البقدال وصد عين نص البقدال فده معناه ان سين لام متجة بيساوي برضو يا بش مهندس بيساويصاد عين متجة تمام كده وكل واحد فيهم اصلا بيساوي نص البقدال متجة وده كل واحد فيهم بيساوي نص الالف جيم ايه متجة صح كده بش مهندس بس هي Diane الفكرة كلها لو انا جماعت الاتنين دول مع بعض ما خلي بالك كل واحدة فيهم بتساوي نص الاف جيم فانا هشر الصين صاد وحطه نص الاف جيم متجة وسير اللام عين وحط كمان نص ألف جيم متجه تمام كده زي الفل مش دعي يديني الألف جيم متجه ايو MICHAEL مهندس تمام ايه تعينيه لو انا خلت السين لام وكتبت نص باق ده المتجه ما بساوي نص وخدت الصاء دعين برضه وكتبت نص الباق ده المتجه يبقى الاثنين ده هون بساوي الباق ده المتجه طيب ما خلي بالك انه نص الالف جيم ده كان السن صاد ونص الالف جيم كان اللام عين وده نصها اللي هي السن لام وده نصها اللي هي صاد عين طيب لو جمعت الطرف الايمن ما انا هجمع سن صاد ولم عين وسن لام وصاد عين اللي هو محيط الشكل سن صاد عين لام طيب ما انا لما جمعتهم هجمع الطرفين ده هم اللي هم الالف جيم وباء دال طالما جمعت الاربعة دول هم حيط الشكل بيساوا مجموع الاتنين دول اللي هو الالف جيم وباء دال اللي هي اطول الاكتار يبقى انا كده اثبت له اللي هو عايزه بطريقة سهلة جدا جدا واعتقد كده انت فهم ده تمام كده تمام يلا اللي بعده اخش على التطبقات بقى الفيزيائية ودي سهلة جدا جدا السؤال اللي بعده بيقول له اذا اثرت القوة دي في نقطة مادية اوجد مجدار واتجاه محصلة هذه القوة اول حاجة باش مهندس مجدار المحصلة هبدأ اجيب المحصلة بتاعتي ان انا اجمع المتجهات دي كلها يبقى حاجة بتساوي هيبقى بقى السنات مع بعض اتنين واربعة ستة وتلاتة كمان يبقى تسعة هنا سالب تلاتة وموجب سبعة موجب اربعة موجب اربعة وثمانية موجب اتناشر تمام كده هو عايز مجدار واتجاه يبقى انا اذا ما اجيب المجدار يبقى مجدار المحصلة هيساوي جزر السين تربيع اللي هي تسعة تربيع والصات تربيع اللي هي تناشر تربيع ده هتطلع معاك بخمستاشر لان دي مشهورة من فيسا غرص دي هتطلع معاك خمستاشر نويتين بعد كده عايز اتجاه المحصلة يبقى انا هجيب الزاسيتة اللي هي عبارة عن صاد على سين اللي هي اتناشر على تسعة ممكن اول على التلاتة فالأربعة وعلى التلاتة فالتلاتة وخلي بالك السين مجابة والصاد مجابة يبقى انت في الربع الاول يبقى نفس الزاوية اللي هتطلعنا من على الآلة هي اتجاه المحصلة يبقى شفت تان اربعة على تلاتة تطلع معاك بثلاثة وخمسين درجة سبع دقايق وثمانية واربعين سانية اللي هي الاجابة اللي موجودة دي ويبقى انا كده مسألتي اللي بعد رقم اتنين بيقول لي اذا اصلت القوة في نقطة مادية حيث ان القوة مقصة بالضيل عايز مقدار واتجاه هذه المحصلة حاضر مقدار المحصلة هجمع السنات مع بعض سالب ستة وموجب تسعة موجب تلاتة موجب تلاتة وموجب اتنين موجب خمسة ستة وموجب تلاتاشر تسعتاشر تسعتاشر نقل سبعة موجب اثناب تمام يا مش مهندس معيار المحصلة بتاعتي بيسوي جزر السن تربيع بخمسة وع tiden والصاد تربيع بمية اربع واربعين يعني جزر المية تسعة وستين يعني تلاتاشر وقال لي 연�امة اتهب ضيل يبقى دي ضيل خلي بالك ان السين موجبة والصاد موجبة يبقى انت في الربع الاول طيب ما احنا عارفين النزاة سيتا هي عبارة عن صاد على سين يعني 12 على 5 يبقى انا هجيب الزاوية ازاي هعمل شفت تان 12 على 5 تطلع معايا ب67 22 48 اللي هي نفس الاجابة اللي هنا وده يعتبر نفس السؤال اللي فات نفس الطريقة ونفس كل حاجة تعال نشوف اللي بعد طيب هنا سؤال بيكلمني عن السرعة النسبية سهل جدا يا مش مهندس كل اللي انت هتعمله هتفرض اتجاه حركة انا هفرض ان اتجاه الحركة في كل المسائل كده ماشي مين اي حاجة ماشية معا اللي اتجاهها بش مهندس مجابة اي حاجة ضدها سالبة فهنا الاربعين ماشية معاها يبقى مجابة والتلاتين عكسها يبقى سالبة يبقى محصلة القوة دي اللي هي قاف هتساوي مجابة الاربعين اللي ماشية معاها ناقص التلاتين اللي ماشية ضدها يبقى هتساوي عشرة في متجه الحركة مين في متجه الحركة ياء ويبقى انا كده مسألتي خلصت فاقول له ان مقدار المحصلة هي عشرة في اتجاه القوة اربعين لو انت عايز تكتبها كاتجاه لانه هو بيقول لي هنا عايز محصلة القوة هنا باش مهندس نفس الفكرة ان القوة قاف السبعين ماشي معاها يبقى موجب والسبعين التانية ماشي ضدها يبقى سالب ممكن اقوله على طول انه دول قوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه يبقى المحصلة او اقول ان سبعين بالموجب ناقص سبعين بالسالب تطلع معايا صفر متجة يبقى المحصلة بتاعتهم تساوي صفر يبقى انا بالنسبة لي المحصلة بتساوي صفر يا باش مهندس وفي اتجاه احدى القوتين او واحدة من القوتين لان طالما القوتين متساويتين المحصلة فاي واحدة فيهم مش هتفرق لان كده كده في الاخر المحصلة بتاعتي تساوي صفر تمام يا باش مهندس لو انت جيت بسط كده على المنطط ده هو طبعا طالع فهنا باش مهندس اي حاجة طالع معاه بالنسبة لي موجب فانا هفرض ان الاتجاه اللي طالع لفوق هو الموجب تمام كده فالخمسين طالع هي الموجب والمية نازل يبقى هي السالبة تمام كده زي الفل يبقى انا بالنسبة لي معيار القوة قف او اتجاه القوة قف اللي طالع اللي هو الموجب يبقى خمسين ي ناقص النازل اللي هو مية ي يبقى هيساوي سالب خمسين في متجه الحركة ي يابش مهندس خلاص؟ طب واحد تاني هيقول لي لأ باش مهندس انا هافرض اللي نازل هو الموجب واللي طالع هو السانب تمام كده لا سواني دي في الطجاح القوة خمسين مع زرطا احنا فرضنا الياب مع الخمسين يبقى الطجاح القوة خمسين. واحد تاني هيقول لي لأ انا هافرض ان النياب نازلتاحت. يبقى انا بالنسبة للنقاف هتساوي المياب اللي موجب اللي يا مية يا ناقص اللي طلعه فوق اللي هي هتبقى بالسالب خمسين يا يبقى دي خمسين والمراضي في اتجاه مين في اتجاه القوة مية لان فرضت الاتجاه حسب القوة فدي صح ودي صح ما تخافش من الفرض بتاعك انت بتفرض اتجاه وتبدأ تشتغل عليه زي الفل اخر واحدة باش مهندس معايا قوة هنا خمستاشر وكل وقت خمستاشر لو فرضت كده ان ده اتجاه الحركة يا يبقى هنا قوتين بخمستاشر يعني تلاتين وهنا قوة واحدة تلاتين دول قوتين متساويتين في المجدار ومتضطتين في الاتجاه فممكن اقول له النقاف هتساوي التلاتين دي بالموجب ناقص تلاتين بالسالب يبقى صفر في متجه الحركة يا لان دول تلاتين هنا ودول تلاتين هنا فاي قوتين متساويتين في المجدار ومتضطتين في الاتجاه المحصلة بتاعتهم بصفر في النهاية تمام كده زي الفل السؤال اللي بعده رقم اربعة بيقول لي في كل ميمايات القواتان قف واحد وقف اتنين تقصنات في نقطة مادية وضح اتجاه ومجدار المحصلة كلا منهم قال لن قف واحد لو نرسل انت وقال انه بتكلمنا على الاتجاهات قال لن هي خمستاشر في اتجاه الشارع تمام كده للشر وقف اتنين هي اربعين في اتجاه الغرب هي دي اه سوري اربعين هنا في اتجاه مين اتجاه الغرب طبعا دي سهلة جدا انا مش مهندس ليه لو احنا فرضنا ان متجه الحركة يا وهم على استقامة واحدة يبقى الخمستاشر دي بالموجب والاربعين دي بالسالب صح كده وش مهندس زي الفل يبقى متجه الحركة كاف هيساوي الموجب خمستاشر نقص السالب اربعين يبقى تطلع معايا كام سالب خمسة وعشرين في متجه الحركة يا يعني هي سالب خمسة وعشرين في اتجاه مين في اتجاه الشارع طيب ماشي واحد تانا هيقول لي لا انا افرض ان الحركة يا هنا يبقى اربعين موجب نقص خمستاشر يبقى موجب 25 في اتجاه الغرب وهكذا طب خلي بالك ان هو عايز من المجدر والاتجاه يبقى مجدر القوة قاف طالما هي قوة واحدة يبقى جزر السلب 25 تربيع اللي هي هتبقى في الآخر 25 لان الجزر هشوله القص ويبقى مقياس السلب 25 يعني موجب 25 يبقى مجدرها 25 تمام كده زي الفل ده كده رقم واحد رقم اتنين بيقول لقاف واحد تعمل فيه تركز لكده غرب الشمال هو خلص كلامه مع الشمال يعني اخر كلمة قالت الشمال يبقى الزاوية معها يبقى دي الستين كده معها يبقى دي كم يبقى دي تلاتين ويبقى بالنسبة لي دي كده كم خمسين زي الفل قاف اتنين برضو خمسين تعمل في اتجاه تلاتين جنوب الشرق هو خلص كلامه مع الشرق يبقى الزاوية مع الشرق يبقى الثلاتين دي ميبقى مع مين مع الشرق ويبقى بالنسبة لي دي كده الستين زي الفل زي الفل خلي بالك انه دول على استقامة واحدة عرفت منين طريقتين اول حاجة دي تلاتين ودي تلاتين بالتقابل بالرأس ودي ستين ودي ستين تاني طريقة الزاوية دي سعين يبقى دي تلاتين وستين تسعين تسعين وتسعين يبقى داي كلها مية وتبانين يبقى دول على استقامة واحدة خلي بالك انه دول قوتين متساويتين في المقدار متضدتان في الاتجاه يبقى المحصلة على طول بتساوي المتجهة الصفري او هتقول لي خمسين في متجهة الحركة اياء نقص خمسين في متجة الحركة يعني صفر متجة لان دي واحدة ماشية كده وماشية كده وعلى استقامة واحدة خلي بالك لازم ان هو يكون على استقامة واحدة وده معناه اصلا ان الجسم بتاعي متزن معناه ان الجسم بتاعي متزن اللي بعض رقم تلاتة بيقول لي النقاف واحد بتساوي تلاتين نيوتن تعمل فيه اتجاه عشرين شرق الشمال اخر كلمة قالت الشمال يبقى انا بالنسبة لي الزاوية دي مع الشمال يبقى دي لقشين اهي باش مهندس مع الشمال وده معيارها كام تلاتين يبقى الزاوية ده هي كام سبعين تمام كده قاف اتنين تلاتين نيوتن في اتجاه شمال الشرق طب ركز لي كده باش مهندس قالك ان قاف اتنين تلاتين في اتجاه سبعين شمال الشرق اخر كلمة قالها اللي هي الشرق يبقى الزاوية مع الشرق سبعين لو انت باخد بالك الزاوية مع الشرق سبعين اهيه ما هي نفس القوة يعني فيه قوة هناك يعني دول ماشيين في نفس الاتجاه هو ومقدارها كام مقدارها برضو كام 30 يبقى أنا كأن يا بش مهندس اختزلت القوتين دول اتكزل كده اهي ممكن اقول 30 وتلاتين على طول كام 60 يبقى دي كأنها قوة 60 كده وده 20 وده كام وده 70 زي الفل زي الفل يا بش مهندس يبقى أنا بالنسبة لقوة يا بش مهندس عبارة عن 60 ياء يبقى أنا بالنسبة لقوته يا 60 ياء طب معيارها طبعا هيبقى معيار الستين سوري معزراتها طبعا هي ستين بس يبقى ستين تربيع يعني ستين في متجه الحركة ياء عم الحج انا عبوز معيار يبقى ستين فقط الواحدة بتاعتين بنيوتن يبقى ستين نيوتن طب زاويتها معارفين زاويتها اللي مع السنات الموجب سبعين يبقى بتصنع زاوية سبعين مع السنات الموجب او سبعين شمال الشرق او تلعقى عشرين شرق الشمال الزاويتين صحة بالنسبة تمام كده مفهومة يا رب تكون مفهومة تعال نشوف اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت القوة قاف واحد قاف اثنين قاف تلاتة تؤثر في نقطة مادية اذا كانت محصرة القوة بكذا خلي بالك ان المحصرة قال لك هيب دي اللي هي خمسة وساليب اثنين مافيش مشاكل طب ما تجي نجيب محصرتهم اصلا قد اثنين وموجب خمسة يبقى سبع زايد الف ما أنا باجمع السنات مع بعض وهنا الصاد تلاتة وواحد اربعة وفي بقى يبقى اربعة زايد بقى تساوزوا جمه للتابعين الاول بيساوي الاول يبقى سبع زايد الف بيساوي موجب خمسة ودن الناحية التانية يبقى الالف خمسة نقل سبع ساليب اثنين طب من هنا اربعة زايد بقى بتساوي ساليب اثنين ودن الناحية التانية يبقى البقى تساوي ساليب ست دي الكاس الاولينية او الحالة الاولينية طيب بعد كده بيقول لان قف تساوي صف يعني القوة دي متزنة طب ما أنا جاب المحصلة سبعة زايد الف وهنا اربعة زايد بقى قلنا لما تبقى القوة متزنة يبقى بالنسبة لي هنا الالف بيساوي ساليب سبع والبق بيساوي ساليب اربعة عشان اخلاها بتسوي صفر يعني اقول سبعة زائل قلب بتسوي صفر يبقى القلب يسالي بسبعة وهكذا ويبقى انا كده مسألت خلصة دي مسألة تفهى وسهلة جدا جدا رقم ستة قف واحد بكذا قف ادنين بكذا قف تلاتة بكذا تؤثر في نقطة مادية او بتقيمة الف وبا اذا كانت المحصلة بتسوي كذا يبقى المحصلة بتسوي كام اربعة وسالي بسبعة تب ما تيجي نجيبوا محصلة ادي سبعة ويسالي باربعة يبقى مجب تلاتة وفيه الف كمان يعني تلاتة زائد الف تمام تعالي خش على بعده سالي بخمسة ومجب تلاتة يبقى بالنسبة لي سالي باتنين ومعاك هنا سالي بتلاتة كمان يعني معاك سالي بخمسة ومعاك مجب با يبقى مجب با زي الفل اول بيساوي اول يبقى تلاتة زائد الف بيساوي اربعة وادة تلاتة يبقى الالف بيساوي اربعناقس تلاتة بموجب واحد. الله ينور. طيب ماشي معك سالب خمسة زائد الباق بيساوي سالب سبعة. ود دي. يبقى الباق بتساوي سالب سبعة وموجب خمسة. يبقى سالب كام? يبقى سالب اتنين. يبقى الالف بواحد والباق بسالب اتنين. طب لو القوة متزنة. غير اشاراتك. يبقى ثلاثة زائد الف. وسالب خمسة زائد باق. هنا غير اشارة الالف يبقى سالب ثلاث ينغير اشارة الباقي يبقى موجب خمسة وانت عايز تجمع يطلقه بصفر يبقى الالف بسالب ثلاثة والباقي موجب خمسة يبقى انا كده مسألة خلصت مسألة سهلة وبسيطة جدا جدا تعال لنشوف اللي بعده بيقول لي تتحرك السيارة الف على طريق مستقيم بسرعة مية واربعين كيلو متر في الساعة وتتحرك السيارة با على نفس الطريق بسرعة مية وعشرة كيلو متر في الساعة اوجد سرعة السيارة الف بالنسبة الباقي يبقى عين الف بالنسبة الباقي اللي هو قانونها عين الف ناقص العين باقي تمام كده الكيس الاولينية والحالة الاولينية تتحرك السيارتين في اتجاه واحد خلي بالك معي بقى لو انا فرضت ان دا يا اهو الاولينية بتتحرك بمية واربعين في نفس الاتجاه يبقى مية واربعين يا والتانية برضو بمية وعشرة في اتجاه اليا يبقى تساوي خلي بالك مية واربعين دي هي الالف يبقى دي مية واربعين ناقص 110 يعني بتسوي 30 في متجاه الحركة يعني هي بتتحرج بسرعة 30 كيلو متر للساعة في اتجاه الحركة أو بتحركه في نفس الاتجاه أو أقوله في نفس اتجاه ألف وكده كده قلنا لو في نفس الاتجاه بطرح لو في عكس الاتجاه بجمع أصدق إيه باش مهندس هقولك أنا فرضت الأولينية اللي هي الحالة التانية هفرض إن 140 هي اللي بتتحرك مع الياء الموجبة طيب يا باش مهندس 110 هو قالك المتددين يبقى ديه في عكس الاتجاه يعني سالب 110 ياء تمام كده يبقى عين ألف بالنسبة البقى في الحالة الجديدة العين ألف ب140 ياء ناقص ناقص أو أجمع على طول أقول 140 زي 110 وهكذا يعني ناقص 110 ياء هتطلع معايا كام 250 ياء يبقى هي سرعتها ب250 كيلو متر في الساعة بالنسبة لألف يعني في نفس اتجاه ألف يبقى في الحالتين هي بتتحرك بالنسبة لأتجاه ألف لأن ألف هي السريعة أصلا خلاص لو أنت عايز تفهمها بالمنطق يعني تمام اللي بعده بيقول لي تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة 75 كيلو متر في الساعة فإذا تحركت على الطريق نفسي والدراجة بخارية بسرعة 45 طيب ماشي تعال كده نفرض السيارة هي ألف والدراجة هي باق عايز سرعتها بالنسبة للسيارة خلي بالك وعايز سرعة الدراجة بالنسبة للسيارة يعني عايز عين باق بالنسبة لألف اللي هي قانونها عين باق ناقص العين ألف صحي كده مش مهندس زي الفل دايما نفرض الأولاني مع الاتجاه بتاعك يعني إيه لو أنا فرضت الاتجاه هو ياء هفرض الأولاني ده اللي هو الـ 45 في نفس الاتجاه يعني 45 في متجاه الياء قال لك الدراجة تسير عكس السيارة تمام كده أول عكس براحتك يعني أنا فرضت هنا إن هي دي ماشية مع الياق إنت عايز تفرض عكسها ولا يهمك خلاص كده أهم حاجة أن أنا أقول في عكس الاتجاه تمام كده مش مهندس زي الفل طيب ماشي فرضت إن الدراجة هي اللي هي الباق في نفس الاتجاه يبقى أنا أفرض إن السيارة عكسها يبقى سالب 75 في متجاه الحركة طيب العين باقى تبقى 45 يا ناقص ناقص يعني ناقص 75 في متجاه الحركة يبقى 45 زائد 75 يعني 120 في متجاه الحركة يعني هي بتتحرك بصرعة 120 بالنسبة لدي طيب واحد تاني هيقول لها باش مهندس لا أنا مش هعملها كده هتعملها ازاي هقول لها أنا هفرض إن نياء دي هفرض إن ألف هي اللي بتتحرك معايا يعني هي اللي موجابة تمام كده وهفرض إن باق هي اللي سالبة يبقى دي سالبة 45 أقول له ما فيش مشاكل عندي المهم إن عين باق بالنسبة لألف هتطلع كم تعال أقول لك كده المفروض عين باق اللي هي سالبة 45 ناقص العين ألف اللي هي سالبة 75 هتطلع سالبة 120 في متجاه الحركة خلي بالك الإشارة دي هي بتدل أنت بتبحث بالنسبة لما المهم الوقت إن أنا عرفت إن مصرعة الدراجة بالنسبة للسائرة 120 أهم حاجة الرقم مش الإشارة أهم حاجة الرقم مش الإشارة طيب ماشي الجزء التاني بيقول إن هما الدراجة تصير في نفس الاتجاه دي بقى سهلة جدا إحنا برضو عايز عين باق بالنسبة لألف هتساوي طبعا العين باق ناقص العين ألف تمام كده بشواندس زي الفول إحنا الحالة التانية أول حالة إيه أول حالة إحنا فرضناها إن العين باق اللي هي بـ 45 مجابة ناقص العين ألف اللي هي بالنسبة لك 75 خلي بالك إنه قالك في نفس الاتجاه يعني الفرض بتاعنا أدي اللي لو دي ماشية بـ 45 اللي هي بقى برضو الـ 75 ماشية في نفس الاتجاه لأنه ما نفس الاتجاه يبقى نفس الإشارة يبقى 45 ناقص 75 يعني سالب 30 كيلو متر في كل سالب 30 بالنسبة لأتجاه يعني السرعة 30 كيلو متر لكل ساعة يعني دي سرعة الدراجة بالنسبة للسيارة فهمت كده يبقى الإشارة دي مش مهمة المهم بالنسبة لي العدد العدد هو اللي مهم تمام كده لأن حسب الفرض بتاعك المسألة هتطلع تمام فما تقلقش لو انت حسيت ان هي ايه من الضبطة معك في الإشارة مهندس بيقول لي تتحرك سيارة مخصصة لمراكبة السرعة على الطريق السحراء بسرعة 30 كيلو متر في الساعة هنفرض ان السيارة دي اسمها ألف رقبت هذه السيارة حركة شاحنة قادم هنفرض ان الشاحنة دي بقى في الاتجاه المضاد فبدت وكأنها تتحرك بسرعة 110 كيلو متر الساعة بص كده وفوق معاي أنا هفرض ان ده اتجاه الحركة بتاعي اللي هو يا تمام كده ألف ماشي مع الاتجاه بتاعي اللي هي بترائب فألف كده يبقى 30 في متجه الحركة لان هي ماشية في الاتجاه بص بقى يا بش مهندس لما باجك تبعين بالنسبة لمن اللي بيرائب هو الحرف التاني يعني ألف ده هو يبقى الحرف التاني والبق هي الحرف الاول ليه لان احنا بنقول سرعة بقى بالنسبة لألف تمام كده اللي هي عبارة عن عين بق ناقص العين ألف فهو قالك ان ألف رصدها او شافها وهي بتتحرك كأنها بتتحرك بسرعة كام 110 يبقى سرعة بقى بالنسبة لألف يعني بقى بيرائب ألف بالنسبة كام او بسرعة كام 110 يبقى دي هتساوي العين بقى ناقص العين ألف اللي أنا فرضته في نفس الاتجاه يبقى ناقص 30 في متجه الحركة مين يا تمام كده بش مهندس زي الفل يبقى أنا كده زبطت المسألة بس خلي بالك انه هو قالك رصدها في الاتجاه المضاد يعني المية وعشرة ده سالبة هتودي دي النحية التانية يبقى سالب 10 زائد 30 يبقى سالب 80 في متجه الحركة يا هي ده سرعة بقى يعني بقى بتتحرك في الاتجاه المضاد بالنسبة لسيارة المرأبة بسرعة 80 كم في الساعة تمام كده يبقى قوله انه سرعة الشاحنة هي 80 كم في عكس اتجاه حركة سيارة المرأبة او السيارة اللي بترائب بتاعة تمام كده يارب تكون فيه متاعة طيب ماشي رقم 10 بيقول لي تتحرك سيارة مخصصة لمرأبة السرعة اهي في واحدة بترائب اهي على احل الطرق السحراوية نفس الفكر لو انا فرضت اتجاه الحركة يا اهو يا بش مهندس تمام كده وفرضنا ان السيارة دي ألف وهي بتتحرك بسرعة 40 يعني كأن الألف دي ماشي في نفس الاتجاه يعني سرعتها 40 في نفس الاتجاه رقبت هذه السيارة حركة سيارة قادمة حركة سيارة قادمة وليكن باء في الاتجاه المضاد خلي بالك من اللي بيرائب الألف يبقى أول حرف التاني يبقى هنا الألف وهنا الباء صحي كده بش مهندس زي الفل القانون بتاعها عمتا عين باء ناقص إلى عين ألف تمام طب بعد كده بيقول لي ايه قادمة في الاتجاه المضاد فبدد وكأنها تتحرك يعني ألف لما حباء بتتحرك يعني سرعة الباء بالنسبة لألف 135 في الاتجاه المضاد يبقى سالب 135 تمام كده وده متجاه الحركة بتساوي فإذا كانت أقصى سرعة مسموح بقى على الطريق 100 كم هاي السيارة كادمة مخالفة للسرعة ولا لا هنشوف السرعة لو طلعت لو معدية المية يبقى بالنسبة لك مخالفة مش معدية خلاص تمام يبقى دي العين بقى اهي متجاه ناقص الألف اللي هي بالنسبة لك كام 40 متجاه تمام كده هود السالب 40 النحية التانية هتبقى مجابة 40 يبقى الوعين بقى بتساوي سالب 135 ومجابة 40 يعني كام يعني سالب 95 في متجاه الحركة يبقى هي باش مهندس السيارة التانية بتتحرك في سرعة 95 كم في الاتجاه المضاد للألف طب الخمسة وتسعين دي مش معدية المية يبقى دي كده غير مخالفة يبقى السيارة بتاعتي مش مخالفة وفسر إجابتك انه سرقيتها بتساوي كام 95 يعني هي معدتش السرعة المحددة طبعا كده باش مهندس زي الفل كده باش مهندس الحمد لله خلصنا الأسئلة المقالية بيئة الكامل على درس التطبيقات على المتجاهات زي ما قلت لك اهتم جدا بيئة التطبيقات الهندسية لأنها من نسبة كبيرها تجيلك فيه امتحان الفيزيائية لحد دلوقتي الكلام ان هي مش هتيجي هي مش صعبة ولكن زي ما وضحت كده جدا اساس مهم للسنة جاء انت عايزك تهتم بيئة التطبيقات الهندسية بأمر الله كده خلصنا الأسئلة المقالية بالكامل بحضر لنا المستوات العليا زي ما انت متعود المستوات والعليا باش مهندس انا من السنة فاتت حالية وهي نفس الأسئلة ونفس الأرقام وكل حاجة فأضفت لك الفيديو بتاعها بس في قائمة التشغيل تقدر تطلع عليه بأمر الله كده وصلنا لآخر حسنا النهاردة فانا يكون التفيدك اتمنى كنوصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة ياريت لو استفادت تشترك في القناة وتفعل زراءة الجرس وتضع تلايك وتشاري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس شكرا لخير الفيديو الجاي كما معكم انتز حسان من قناة حسان ميراديات وشكرا جدا